انت عد بطوية كأس العالم للأندية للأهلي في المركز الرابع بكثير من الإيجابيات وقليل من السبب قدم الأهلي في كأس العالم للأندية أداء فني وتكتيكي كبير فقط بعض الأخطاء الفردية تسببت في خسارة اليوم أمام فلامينجو وقبلها أمام ريال مدريد بس المؤكد أن الأهلي فاز بمدرب كبير وجريء اسمه مارس الكولر وخبرات مهمة تفيده في المناسبات القادمة زي إننا اليوم على الأهلي لأنه كان الأقرب والأفضل بس كنا فخورين إن الأهلي كان ند الند قدام أهم الفرق العالمية هو واسقين إن الأهلي يقدر يعوض بمركز أفضل في المنديال في أقرب وقت ومش ألقى دي يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الأهلي ينهي مونديال الأندية في المركز الرابع خسي اليوم أمام فلامينجو البرازيلي بربعية مقابل هدفين للمباراة الثانية على التوالي للمباراة الثانية على التوالي يقدم الأهلي أداء جيد ويخسر وبنتيجة كبيرة بص أنا في مباراة ريال مدريد مزعلتش قوي صحيح حكاية المباراة بتخلص خلاص واثنين واحد وديئة تنين وتسعين سجل ريال مدريد بعد كده هدفين بس ما زعلتش قوي كده كده ريال مدريد وكده كده غالباً البلعب قدام ريال مدريد بيشيله سكور سواء بقى كنت كويس أو مش كويس ريال مدريد فزعلت حاجات بسيطة في ريال مدريد بس النهاردة أنا زعلت جداً جداً قدام فلمينجو فلمينجو فريق كبير جداً وعنده نجوم كبيرة جداً بطل كوبا لبرتادوريس بطولة أمريكا الجنوبية للأندية بطل الدوري البرازيلي اسم كبير عنده لعيبة رائعة البرازيليين في حد ذاتهم لعيبة رائعة بس الأهلي النهاردة يا جماعة عمل مباراة لحد الديئة سبعين أنا كنت مستني المباراة تخلص وأقول إن الأهلي لعب أفضل مبارياته على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية الأهلي عمل كل حاجة هدف مبكر ليه في لمينجو في الديئة 11 المفروض ينهي الأمور المفروض كل حاجة تخلص خلاص هدف بدري بدري والأمور هتتقزم عن نادي الأهلي ورغم كده الأهلي قدر يرجع بتعادل وهدف فوس كمان اتنين واحد الجونة التانية بتاع عبدالقادر حكاية الحكايات والأهلي مسيطر ومضيع فرص وكل حاجة حلوة بيعملها في الكرة وسناريو عجيب غريب في 20 دقيقة كل حاجة بتنقلب كل حاجة طرد لخالد عبدالفتاح قابله فرصة حلوة لبير ستاوب بعد الطرد بعد الطرد الأهلي بيلعب عشر لعيبة يجي لمحمد شريف انفراد يعني في منتهى السهولة أنا برضو عايزة بقى رفقا بالراجل بس في منتهى السهولة في منتهى السهولة تعباء يعني الموضوع دايق أنا كل ما اشوفه على السوشيال ميديا سورة ولا فيديو للقطة الدايق جدا في منتهى السورة المباراة تخلص 3-1 وبعشر لعيبة تخلص المباراة بعد كده هدف بخطأ دفاعي مع محمد الشناوي ضربة جزاء لمحمد هاني مش مفهومة بعد كده خطأ خطأ من خطأ مش يعني مش منطقي من قليو ديانج فتلاقي الدنيا كلها تلغبطت فجأة آه ده ننسيت كمان ده علي معلول كمان ضيع ضربة جزاء فأنت بتتكلم كل حاجة في المباراة لصالح النادي الاهلي وفجأة وفجأة الاهلي بيخسر بنفسه بيخسر نفسه لعيبة النادي الاهلي كان متقلقة طوال السبعين ديئة هم اللي أخطأوا وأهدوا المباراة لفلامينجو البرازيلي هل منطقة طبيعية فلامينجو البرازيلي يكسب؟ آه هل منطقة وطبيعة ريال مديد يكسب؟ آه خذ اللي أكتر هل منطقة وطبيعة ريال مديد يكسب بنتيجة كبيرة؟ آه فلامينجو يكسب بنتيجة كبيرة؟ وارد بس أداء النادي الاهلي في المباراة دول تحديداً يقول أنه الاهلي ما يستهلش الخسارة الكبيرة دي طيب واحدة واحدة كده بقى نمشيها واحدة واحدة إيه مكاسب الاهلي في البطولة دي؟ هقولك أول حاجة 92 وخلصت المباراة بقى واحدة النهاردة زي ما قلت لحد الدقيقة سبعين أنت أفضل في كل شيء طيب طيب فإيجابياً أنت قدمت كرة حلوة قدمت الكرة المصرية بشكل حلو شكل في ندية مش شكل في خوف ورعب وأنك تدافع بحضاش اللاعب تحت الكرة لأ أنا بلعب زي زيكم بس بصراحة وهتكلم معاكم بصراحة كالمعتاد يعني أنا قلت الكلام ده لما منتخم مصر خسر نهاية كأس الأمر الأفريقية لما منتخم مصر خسر المرحلة النهاية من تصفات كأس العالم أمام السنغال قلت الكلام ده وهكرره تاني إحنا عندنا قلب وعندنا روح تباعة للعب المصري وعندنا شوية مهارات وعندنا إمكانيات معقولة بس لما بديجي نلعب في مستويات زي المستويات دي لازم ندوس على دواسة البنزين على الآخر عشان نقرب مش عشان نوصل زيهم عشان نقرب هم بكل بساطة أوصل للجول فرصة جول الفرصة بجول إحنا بنتعب قوي أنا بتكلم على اللعب المصري أو كلها المصري مش أكل عام بنتعب قوي 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 عشان نوصل أصلاً للمرمة طيب الأهلي وصل للمرمة بعدد كويس من الفرص قدام ريال مدريد وبعدد كبير قدام فالمينجو اللي بيحصل إيه وده اللي أنا قلته قبل ما الأهلي أصلاً يشارك في كأس العام القديم وده إنجاز مارس الكولر الكبير مارس الكولر لقى عنده مشكلة كواليتي مش جيد في مركز المهاجم أو في هجوم الأهلي بشكل عام طيب عمل إيه مارس الكولر؟ قال لك خلاص أنا والله لما بوصل في المباراة بعشر كرات اللعيبة بتاعتي ما بتسجلش طيب أنا هاوصل بعشرين أنا بقول على سبيل المثال يعني هاوصل بعشرين عشان هسجل هدف أو هدفين تمام؟ وده اللي حصل في كثير من المباراة الأهلي في الدوري فرص كتير قوي عشان تسجل هدف أو هدفين أو ثلاثة لما تيجي تلعب بقى قدام ليال مدريد وفلمانجو انت مش هتوصل بعشرين كورة عشرين كورة محققة يعني قدام ليال مدريد بكورتين أو ثلاثة وقدام فلمانجو بثلاثة أو أربعة المحققين انت وصلت كتير بس المحققين هنا اثنين أو ثلاثة وهنا وثلاثة أو أربعة فلازم لما توصل في الفرص الندرة دي تسجل بصراحة الأهلي دلوقتي ما عندوش الكواليتي اللي لما يوصل بثلاثة أو أربعة فرص بس محققة يسجل ما عندوش ده طيب مش الأهلي كورة المصرية يا جماعة محتاجين نقرب محتاجين كلنا نشتغل ان احنا نقرب للمستوى ده على فكرة لدي مشكلة إدارة أهلي ولا إدارة زمالك ولا مشكلة مارس الكولر ولا مشكلة فريرة ولا مشكلة أي مدرب في الدور المصري ولا أي إدارة في الدور المصري هي مشكلة عامة محتاجة تكاتف من الجميع ومحتاجة خبرات كثيرة إزاي نطور اللاعب المصري نطوره عشان لما يلعب في الليفل ده يبقى كويس بالمناسبة بالمناسبة أنت بتتكلم على نادي أهلي منافساته كلها بتدور فيه قبل ما بيوصل لكاس العام لأنديها مع كامل الاحترام لكل الفرق في الدوري هي دي المنافسة اللي هو لعيبة شبه لعيبة الأهلي أو قريبين منه يعني والله أنا عشان أرقص ممكن أقعد نص ساعة لف بالكورة وأخد على مهل رقص ولما بص الكورة يستلم غلط فييجي يروح يجري أخدها تاني بعد ما استلم غلط لو تيجيب بقى في المستوى العالمي ده محدش بيديك فرصة تستلم غلط محدش بيديك فرصة لف بالكورة محدش بيديك فرصة إنك لما تضيع قول هيجيلك واحدة تانية مفيش حد بيديك الفرص دي فكله خطفي بسرعة بسرعة ولعب ودقة دقة دقة وقرار سليم هنا لما بنلعب في الكورة المستوى واستبعضينا أخدت كرار غلط مش مشكلة هيتعود ما هو اللي قدامي هياخد كرار غلط برضو هياخد منه الكورة هو راح أسجل هدف الليفل التاني الأعلى ده البعيد قوي ده محتاجين نقرب له طيب هنقرب له ازاي النقطة صفر اللي احنا دايما بنتكلم عنها في الظروف اللي زي دي محتاجين تطوير محترم في قطاع الناشئين محتاجين لما نجيب لعيبة أجانب نجيب بكواليتي أعلى من اللي موجود في الدولة المصري عشان يفيد اللاعب المصري والأهم محتاجين احتكاكات من النوع ده زمان كنا بنلعب زمان زمان ده من أول الستينات حتى نلعب كتير كتير مع فرق أوروبية كبيرة بسبونسرز بقى ورعا ونشوف لها أمور مالية ونحلها بس محتاجين نحتك بالفرق دي كتير الأهل لو لعب ريال مدريد تاني في فترة قليلة مش هيغلط نفس الأخطاء اللي غلطها في المباراة دي هيغسر تاني غالبا بس مش هيغلط نفس الأخطاء دي فيبقى تعلم من الأخطاء دي فيعمل أخطاء تانية فيتعلم منها وهكذا مع فرق كتير نفس القصة المنتخب مصر نفس القصة الناجي الزماني نفس القصة لأي فريق مصري أو منتخب مصري بيلعب في منافسات فيها المستويات الكبيرة دي عشان نوصل للمرحلة دي عشان نوصل للمرحلة دي محتاجة شغل كتير محتاجة تحت كرة يشتغل محتاجة ربطة قندية تشتغل محتاجة إضاءات قندية تشتغل محتاجين كلنا نشتغل أنا اللي مزعلني بس إن الأهل لعب مباريات حلوة مباريات فيها جرأة وأنا عجبني أوي 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 مارس الكولر وأتمنى أتمنى إدارة النادي الأهلي تتمسك بمارس الكولر لعدد كبير من السنوات ولو أنا مكان إدارة النادي الأهلي أمضي مع مارس الكولر عقد طويل الأمد من دلوقتي بغض النظر عن النتائج ولازم نتعلم ده بغض النظر عن النتائج يعني مثلا مارس الكولر دخل بطولة أفريقيا ويوصل لحد الفاينال وخسر الفاينال ده مش معناه أنه يمشي نافس في الدورة بقوة شديدة جدا وعمل نتائج رائعة بس خسر الدورة ده مش معناه أنه هو يمشي والدليل انه يرجع الكولر أول ما ميسك ليفربول كان بيخسر بالأربعة والخمسة بيبجورديولا كان عمل نتائج كارسية مع منشستة في أول موسم أي مدرب أي مدرب ممكن يمر بمرحلة إخفاق بس مارس الكولر بيدي دلالات أو أمارات نجاح تطوير لعبين على المستوى الفردي هو ده محمد هني ده الناس كلها النهاردة بتسلخ تقولوا عايزين حسين الشحات ينزل حسين الشحات الجميع الأقل كان بتقول لا لازم يمشي من الفرقة كريم فوايد قبل ما يتصاب التطور اللي في مستوى ده محمد عبد المنع ومحمود متولي كهرباء اللي كان جاي من بعيد قوي ودخل في الفرقة بسرعة ده على المستوى الفردي على المستوى التكتيكي فرقة منظمة بتهاجم بشكل منظم أداءها حلو في جرأة كل دي دلالات إن مارس الكوروة مدرب نهاك عديفة على ده متصدر الدوري بفرق كويس من النقاط بيفوز بكاس السوبر بيوصل لنصف نهاية كاس العالم للأندية بيوصل نهاية كاس مصر كلها دلات نجاح نفسي الإدارات أنا بتحرس هنا اللقاتي عن إدارة النادي الأهل عشان مارس الكوروة بس بشكل عام أنت لما يبقى معاك مدرب زي ده امدي معاك عقد طويل أبد وما يهمكش الجمهور كده كده مش ما يهمكش الجمهور اللي أنت تهمل الجمهور لما لكش دعوة بايا لا الجمهور بيفرح قوي ساعة الانتصار وبيقول إن المدرب عظيم واللعابة عظيمة وايا وايا في الخسارة كل الناس وحش بس هي مشاعر منطقية ومتغيرة أنت اللي عندك الرؤية المستقبل راجل كويس أوي أنا أتصور إن مارس الكوروة هيصنع تاريخ عظيم مع النادي الأهلي لو كمل مع النادي الأهلي لفترة طويلة هم كمل طبعا لحد أنها تعود بس لو كمل مع الاهلي الفترة طويلة مارس الكوروة هيصنع تاريخ ربما يكون الأفضل في تاريخ مدرب النادي الأهلي بقول ربما عشان ما هاتش يقول لي أنت خلال شفت مارس الكوروة أحسن مدرب في تخينا النادي الأهلي بقول ربما ربما يعني لو كمل وارد إنه يبقى واحد من الأفضل إن لم يكن الأفضل مدرب النادي الأهلي فيه أمارات فيه أمارات عملا إيه تتشاف أنا مش شايف إن الأهلي عمل أداء سيء في المنديل أنا شايف الأهلي عمل أداء جيد جدا جدا على ضوء إمكانياتك وحلوة الصراحة يا جماعة يعني مثلا لما أقول يعني بص على مهاجم النادي الأهلي وبص على مهاجم فلمينجو النهاردة بدره بص على محمد شريف مش بقول إن محمد شريف يعني سيء وبدره كويس بس بدره احتجاكاته إيه وأداءه إيه وشغله إيه والتمرز بتاعه عامل إزاي محمد شريف بيحتك بإيه وكارن بقى كل اللاعبين كارن ورغم كده يعني شوف الهدف اللي فيه ثقة عظيمة لأحمد عبدالقادر ومناسبة أحمد عبدالقادر دي نقطة تانية على جنب إحنا مشكلتنا في الكرة المصرية برضو اللعب المصري بشكل عام عشان برضو مش عايز أمسك حد النهاردة أجرحه بكلام عشان فعلا أنا شايف إنه الأهلي لاعبين وجهاز فني قدوا بشكل جايد بس بشكل عام إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في فكرة ثابات المستوى يعني أحمد عبدالقادر في المباراة الوحدة ما بالك أنت عاد المباراة يعني مثلا الأول في عاد المباراة أحمد عبدالقادر ممكن يلعب أحمد عبدالقادر كمثال مش كهو شخص أحمد عبدالقادر يلعب مباراة حلوة جدا النهاردة يقعد خمس مباراة بعد كده يلعب قليل فيلعب مباراة بعد الخمسة حلوة في المباراة الوحدة عبدالقادر النهاردة عمل كورتين حلوين أو يسجل بيهم هدفين وكان عنده أخطاء كثيرة جدا وكان ممكن يتسبب في أدف كرة قطعت منه وبيحاول يرقص ويتهاجم مرتدة لفريق في الأمان فانت المشكلة في ثبات المستوى أنا كمدرب أضمن منين لما هحط تشكيلتي إن اللعيبة اللي نزلة دي هتقدم مباراة جيدة أو هحط نسبة أكبر إنهم يقدم مباراة جيدة عشان ما فيش حاجة مضمونة بس أنا كل مرة أنا كمدرب بتخيل مدرب في كرة المصرية برضو مش الأهلي بس أحط تشكيل وبقول يا رب اللعيب النهاردة يطلع كويس يا رب يبقى كويس ليه؟ يعني أنت مثل في ريال مديد أنت عارف إن فينيسيوس هيعمل مباراة كويسة لو ما جابش عشرة من عشرة فعلى أقل هيجيب تمانية كريم بن زيمة لما يلعب هيجيب عشرة من عشرة يعني لو قليل النهاردة شو هيجيب تمانية من عشرة بس بشيبقى سيء إيس على ده كل اللعيبة في العالم هيبتتأس كده ناهدنا بقى لما يتلاقي مثلا فينيسيوس ده مباراة النهاردة سيء جدا ناهدنا فأنا كمدرب خلاص الاستثناء إنه يبقى سيء الاستثناء إنه يبقى سيء لكي إحنا تعودنا إن الاستثناء ده شريف النهاردة عمل أداء والكلمة الشهيرة دي اللي يقولك إيه شريف بيعرف يسجل أداء فحلوة أود ده من زمالك ويجيب بقى المباريات ما بيسجلش بس هو معرفش يحافظ على النصق ده على الأداء ده هي مشكلته مشكلة اللعب أنا كمدرب أنا وصلتك لجول يعني بشفك على مرس الكولر يعني النهاردة الكولر بتاع محمد شريف دي يا حبيبي ده خلاص ده عنده مليون اختيار عنده نحطها على يمين الحارس على شمال الحارس من فوق الحارس المتقدم يعملها لب كان عنده بيرستاو فاضي على يمينه فبيرستاو يحطها في الجول الفاضي عنده مليون خيار عمل إيه حطها في إيد الجول هتقول لي ما وفي لعيبة كتير في العالم بتضيق أهداف وبتضيق المفردات معاك صح؟ عشانك أنا بحب شأس على اللعبين بس على الأقل حطها في شكل قوي حطها في زاوية حطها جامد قوي في زاوية والتعدي من جنب الآيب فنقول ياه على سوق التوفيق حطها من فوق الجول فتيجي في العرضة فنقول ياه على سوق التوفيق بس بكل هذه البساطة في إيد الحارس اللي مسلم نفسه لأ يبقى فيه مشكلة وبالمناسبة قبل كاس العامل الآن دي كان فيه مرة كنا عادينا بنعرض حالات هنا للأهلي في إحدى المبرادة مش فاكرها بصراحة والأهلي ضيع في المبرادة دي ثلاثة انفرادات من لعيبة مختلفة وساعتها لمت قلت إزاي اللاعب من النادي الأهلي يضيع انفراد بالسهولة دي أو يخاف يسجل وهو منفرد بالحارس ده أحلى موقف يستنى اللاعب إنه ينفرد بالحارس خلاص بقى المرمى بقى قدامك واسع تسجل في حد إزاي اللاعب النادي الأهلي يبقى الآن وهو منفرد النادي الأهلي لم يوفق في فترة الانتقالات الشتوية في ضم مهاجم ساعة النادي الأهلي ساعة إدارة النادي الأهلي تلبية رغبة مارس الكولود بضم مهاجم انت بقى كمهاجم النادي الأهلي تقول لا ما تقلقوش انتوا كنتوا غلطانين أصلا انتوا بتدوروا على مهاجم أنا كنت مهاجم منتخم مصر أنا كنت هدى في الدوري اثبت انت اثبت سيب الناس تتكلم زي ما تتكلم سيب الناس تنتقد زي ما تنتقد وعندها حق بس انت ركز وعيد نفسك انت بتخيل محمد شريف النهاردة حول لفة المباراة بفرصة كانت خلصت المباراة خلصت المباراة مش عايز قلسها عليه عشان انا شايف الناس خلاص كلها شيلت محمد شريف الليلة لا مش هي احكي لات محمد شريف بس ما خالق عب حب فتح خطارد وديانج غلط وش النوي غلط وعلي معلود ضيع ضربة جزاء كمان فكلها حاجات بس هو مهاجم النادي الاهلي لما ينفرد في مباراة مهمة زي دي لازم يسجل على الاقل يحطها بشكل حلو والتوفيق بتاع ربنا ما تستغربوش من الكلمة اللي انا هقولها دي بس هي احقاقة لحق لازم تتقال انا بهني النادي الاهلي على اداءه في هذه البطولة بهني النادي الاهلي انه هو رابع العالم في كل الاحوال بهني النادي الاهلي انه شارك في هذه البطولة بشكل مشرف وهنا لا اتحدث عن النتائج اتحدث انه الاهلي كان جريء ما كانش خايف فكونك انك توصل لهذه المرحلة وانك تقدم مباريات فيها ندية امام ريال مدريد دي حاجة تشرف الكرة المصرية احنا ندى يا جماعة احنا مش قليلين اوي كده لما تلعب مباراة فيها ندية قدام فرامينكو بطل بارتادورس بطل امريكا الجنوبية وبطل البرازيل فيها ندية وتكون انت الافضل كمان حدد ديئة سبعين وما يقصرش عليك غير الطرد فدي حاجة مشرفة للكرة المصرية مش كده بهني النادي الاهلي انا محبش الصورة السودوية انا محبش الارقام لو تقول لي ايه لا الاهلي تغلب اربعة هنا واربعة هنا بقى الاهلي سيء افرج على المباراتين وتعالى اتكلم معايا افرج على المباراتين اللي قابليهم سيتال سياتل وي مبارات اوكلند وتعالى اتكلم معايا مبروك تاني وتهنينة للنادي الاهلي على الاداء المشرف وعلى التواجد في المربع الزهبي او المركز الرابع في بطولة كأس العالم للاندية كنا نحلم باكسر من ذلك بالتأكيد كنا نتمنى اكسر من ذلك بالتأكيد بس الاهلي عمل اللي عليه من وجهة نظري مفيش لعب اصر بالمناسبة انا متحدث عن اللاعبين مفيش لعب تخازل هو بس فرق الكواليتي والكواليتي ده عشان برضو اكرر تاني هو فرق الكواليتي في الكورة في افريقيا والكورة في اوروبا وفي امليكا اللاتينية هو ده الفرق فالموضوع مش ازمة مش ازمة بهني الاهلي تاني بقوله مستنيينك قريب في كأس العالم لاندية مرة اخرى اتصور شخصيا انه الاهلي في افريقيا السنة دي هيبقى مرعب هيبقى وحش وانا قلت السنة اللي فيت النادي الاهلي والزمالك لما ينزلوا في افريقيا يلعبوا اي مباراة المفروض يبقوا هم الطرف الاقوى في كل الاحوال ويبقواش نازلين خايفين او نازلين بيبحثوا عن انتصار صعب لا المفروض ان الاهلي بخبراته الكبيرة بالاداء الحالي بالشغل اللي معمول من الموديل الفني ينزل اي مباراة في افريقيا في البطولة دي ويبقى هو الطرف الاقوى والافضل بتمنى التوفير النادي الآزمة بتمنى التوفير النادي الزمالك والقادم ان شاء الله يكون احسن واحسن معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشا خبرنا التحكيمي المحترم يا كابتن جهاد مشرف ومنور كريم صباح خير عليك وعلى كل مشاهدين صباح الخير مشرفني يا كابتن جهاد رأيك ايه النهاردة في اداء مصطفى غربال الحاكم الجزائري في مباراة اليوم عم الاه اليوية فريق فيلمينجو البرازيلي بص يا كريم هو مصطفى من اكبر حكم حاليا موجودين في افريقيا وافضل حكم موجودين في افريقيا رجل النهاردة من اسوء المباراة اللي شوفها المصطفى ادي حيال نهاردة لولا وجود حاكم الفرد النهاردة كنا خرجنا بتلت اخطاء بتحكمية كبيرة في المباراة وبالتالي وجود حاكم الفار النهاردة وتمييزه النهاردة خرجنا من تحكيم في المباراة بصف أخطاء تحكمية مؤثرة وده كان المهم النهاردة في المباراة لكن في الاتحاد دولي يتقييم للحاكم النهاردة أنه النهاردة قد أداء غير جيد لأن النهاردة لما تخرج في طرق أخطاء تحكمية الفار النهاردة معناها أنت مش مركز معناها أنت بتحركش كويس الملعب معناها أنت المباراة فيها مشاكل كثيرة تحكمية بالنسبة لأداء الحاكم في الملعب فمنتكلم النظر على ثلاث لقاطات كريم خرج فيهم للفار لقاطة الأونية راكت الجزاء اللي تم احتسابها للفريد برزيلي في دقائق سبعة ودي ما شافهاش في الملعب والحاكم الفار استدعى ورجع واحتسب راكت الجزاء وراكت الجزاء صحيحة تم احتسابها اللعبة التانية اللعبة اللي تم راكت الجزاء احتسابها على نادي الأهلي لمسترياد اللي حصلت على محمد هاني ما شافهاش في الملعب والمعيير بالنسبان طبعا انت بعيت اكتر مني في المعلومات دات المعيير بالنسبان اليد مكبر الجسم ومش مكبر الجسم هو لما خرق شافهاش في الزواج اللي جاء وورا الجون اليد مكبر الجسم وبالتالي يعاقب علي محمد هاني بالمستردد وتاركت الجزاء صحيحة تم احتسابها اللقاط الأصعب والأكبر بالنسبان في المباراة التراكت الجزاء التي تحتفظها عن نادي الأهلي والخطأ الحصل الإهمال من اللعب نادي الأهلي حيان حصي خارج مضاد الجزاء وتتمنى الحكم المساعد التاني يتدخل معه ويقولون اللعبة خارج منطقة الجزاء وبالتالي كان هكتسبها بمنطقة البساطة لكن الاستدعاء حصل كريم مش عشان الكرة بره ولا جوة لان الكرة بره ولا جوة دي حقيقة فاكتة وبالتالي مش محتاج تخفي بها لبرة الاستدعاء تم عشان يقولون تعالى لا في احتمالية كارتة احمر لوجود فرصة محققة فلما خرج للشاشة بره وتفرج عليها لا فعلا كل عناصر فرصة المحققة موجودة استطاع رأي الكرة كمنا حاجة من اللعبة البرازيلي كاتت موجودة المسافة للمرمة كانت موجودة متاحة نتبه في فرصة محققة الاتجاه للمرمة اي نعم هو نامية الشمال شوية ورابح حاجة بالنسبة لنا عدد المدفعين لاحظة الخطأ الحصل من مدافع النادي الاهلي او الاهمال الحصل من مدافع النادي الاهلي في رجل مهاجم تفريل برازيلي كان فعلا ما فيش اي مدافع كممكن يلحق اللعيب وبالتالي كلها على نصر فسر محاكمة موجودة effectivementمر قرار صاحب الحكم مباراة يعني انت شاف أنه النهاردة مستود على غربان ما قدمش مباراة جاية هو في التحكمان في الملع ما قدمش مباراة جاية لكن بتكلم عن حاكم الفار اللي موجودة كريم أدى إن مافيش أخطاء تحكمان مؤسرة في المباراة هو ده الفار موجود في كل مكان في العالم موجود عشان ينقذ المباراة لو في أخطاء من الحكم ممكن تؤثر على مباراة النهاردة حاكم الفار هو نجم مباراة النهاردة أن النهاردة من الفرق عن مباراة احنا أقولنا حاكم الفار هو اللي بيحكم مباراة مش حاكم الساحة هو اللي بيحكم مباراة صحيح صحيح كابتننا كبير كابتن جهاد جريشا أنا بشكر لك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وكل هذه التوضيحات طيب النهاردة مرسل كلها البعض خسارة الاهل أمام فلمينجو التصريحات مهمة تحدث عن الاهل وتحدث عن مستوى الفريق وقال ان احنا استقبلنا هدف من ركلة جزاء في بداية المباراة وتأخرنا في النتيجة وقدمنا مباراة عظيمة واستطعنا العودة من الهزيمة والسيطرة على المباراة بشكل كامل في الشوت الاول كما نستحق التعادل ونجحنا في التعادل وقال كمان ان الشوت التاني سيطرنا على اللقاء بشكل اقوى ونستحق الفوز قال ان احنا اهضرنا فرصة هدف سالس مؤكد وبعد ذلك تحولت المباراة وبعدها ارتكامنا اخطاء عديدة تسببت في الخسارة وقال كمان في الحديث عن خيال عبدالفتاح وماروان عطية قال ان احنا ما غاملناش بمشاركة اللاعبين في هذه المباراة والاتنين قدموا مباراة كبيرة بالمناسبة يعني انا شايف ان خيال عبدالفتاح وماروان عطية اضافات كبيرة جدا للنادي تحدينا خيال عبدالفتاح خيال عبدالفتاح لاعب شكل الاهلي الاراضة والروح والحماس والامكانيات اعتقد ان خيال عبدالفتاح له مستقبل كبير مع النادي الاهلي نفس الامر طبعا ليه ماروان عطية بس خيال عبدالفتاح تحس انه بيلعب بروح وبقلب وبصراحة الطرد اللي خده هو خلاص يعني اتزحلى ويعني هي هي لحظة لحظة كانت صعبة لا يتحمل اطلاقا اي شيء في هذه المواجهة وان كان طبعا اللاعب عشر لعبين غير كل حاجة في شكل النادي الاهلي بعد الطرد طيب احمد عبدالقادر المتقلق اليوم في مباراة اليوم صاحب الهدفين هدفين النادي الاهلي امام فلمانجو قال برازيلي قال ايضا تصريحات مهمة بعد المباراة وقال ان احنا كنا نسير بشكل جيد في المباراة وحاولنا ان نفوذ ولكن صادفنا سوء حظ كبير وقال ان فيه ركلة جزاء ما يعرفش مادة صحتها اللي هي على محمد هاني وقال كمان ما كانش فيه تعمد خالص من لعب محمد هاني اللمس الكرة باليد وحمد ربنا على النتيجة بعيدا عن اي شيء وقال ان الطرد اثر كثير علينا واحدث لغبطة في تشكيل الفريق وبالتأكيد المباراة دي بتلعب على تفاصيل صغيرة بحسب تصريحات احمد عبدالقادر اما بيتور بريرا المدير الفني لنادي فلمانجو فقال تصريحات محترمة في حق النادي الاهلي وقال ان احنا حققنا نرفوز اليوم بربعية امام فريق قوي مثل النادي الاهلي وقال انه هو خصم يمتلك لعبين ومدرب رائعين للغاية واثبته ذلك على مدار البطولة قال انه هو سعيد بالنتيجة والميدالية وقال انه فيه فرصة لتحسين الاداء من اجل المشاركة في البطولة مرة اخرى قال الاهلي النهاردة عمل عليهم مباراة عظيمة بصراحة عظيمة حتى ديها سبعين طيب اللي حصل بقى بعد المباراة التفاصيل الكواليس من جانب النادي الاهلي طبعا تعالوا لكم شوية كواليس حصل بعد المباراة النهاردة يلا بنا بعد الهزيمة امام فلمانجو وبعد دخول اللعبين غرفة خلع الملابس في ملعب طنجة قدم خالد عبدالفتاح لعب الفريق اعتزاره للعبين على البطاقة الحمراء التي حصل عليها وتسببت في استكمال الفريق للمباراة بعشرة لعبين واستقبال الشباك محمد الشناوي هدفين واكد انه لم يكن يقصد ما حدث وان يتسبب في خسارة الفريق لا يتحمل طبعا ثانيا محمد شريف مهاجم الاهلي الزهر في حالة زهول كبيرة بعد المباراة واحنا كمان والله يا شريف احنا كمان كان عندها نفس الزهول بسبب الفرصة التي اهضرها وقال ان الوقت ما كان الفريق متقدم في النتيجة بهدفين ولدت على مرمى الاهلي بهدف حيث لم يتحدث كثيرا محمد شريف بعد المباراة وكان متأثرا من الهزيمة ومن الفرصة الضيعة احنا كمان كنا في زهولة شريف بجد يعني مجتمش عليك سالسا مرسل كلها يا مدير فني للأهلي تحدث مع اللاعبين واشاد بالجانب الإيجابي من أداء الفريق والمستوى الذي قدمه بشكل عام في البطولة لكنه عاب على اللاعبين بالتأخر في النتيجة بعد ان كان الفريق متقدما وشدد على انه لن يسمح بهذا الامر في الفترة المقبلة وان اللاعبين عليهم استغلال اي فرصة لقتل نتيجة المباراة وعدم منح الفرصة للمنافس في العودة كمان كولر خلال حديثه مع اللاعبين اكد ان هناك اربع لاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم تماما خلال مباراة فلمنجو فكروا انتوا بقى مين الاربع لعبين الا انه رفض اعلان الاسماء وقال انه سيحتفظ بها لنفسه حفاظا على تركيز الجميع نظرا لضغط المباراة لازل سيواجه الفريق في الفترة المقبلة لكنه شدد على قراره باستبعاد اي لاعب متهاون او لا ينفذ التعليمات مستقبلا محمد شناوي حارس مرمى الفريق بعد الدخول الى غرفة خلع الملابس استحدث مع اللاعبين وطلبهم بضرورة غلق صفحة المنديال وقدم لهم اعتزاره على اي اخطاء وقع فيها خلال المباراة كما قال اللاعبين نصا كلنا مدينون بالاعتزار للجمهيل وابسط تعويض لهم هو التواجد في بطولة العام المقبل من كاس العالم للانداة وانه لا مفرق او بديل من الفوز ببطولة افريقيا هذا الموسم ايضا سيد عبدالحبيز مدير الكرة من جانبه لم يوقع اي عقوبات او غرامات على اللاعبين خصوصا وانه يرى بان الفريق لم يقصر وان اللاعبين قداموا مستويات جايدة خلال المباراة بالمناسبة بالمناسبة عايز اقول حاجة بسيطة انا مش مع فكرة اعظم واحد واسوأ واحد في نفس التوقيت يعني ايه؟ يعني يجي يقولك وده حقيقي محمد الشناوي افضل حارس في مصر الحارس الامين الحارس العظيم حارس منتخم مصر الاول حارس النادي الاهلي اللي بيشيل النادي الاهلي واول ما بيغلط محمد الشناوي في شوية جمل كده بتتقال إلا هو محمد الشناوي بقاله فترة مش مركز محمد الشناوي بيبص على العروض خارجية محمد الشناوي لازم يتجاب له حارس تاني عشان يضغط عليه محمد الشناوي مش عارف ايه تاك 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 ورا بعض جمال كابت تردد على طول اول ما الشناوي بيغلط بصوا جمعة الواحد بيشوف كرة في اوروبا تمام؟ انا شفت كل حراس الكبار بيغلطوا واخطاء اكبر من كده بكتير يعني انا شفت ديخية بيعمل كوارث مع محمد الشناوي لازم شفت كيبة حارس تشيلسي بيعمل كوارث ويستبعد وبيلعب مندي وبعد كده مندي اللي هو خدحة افضل لأ حارس في العالم يعمل اخطاء فيستبعد فيرجع كيبة تاني في تشيلسي شفت دونارومة بيعمل اخطاء شفت بوفون اسطورة اساطير حراسة المرمة بيعمل اخطاء شفت مانويل نوير بيعمل اخطاء شفت حراس كبار بيعمل اخطاء بس انت لما بتيجي تقيم حارس المرمة تقيمه دايما على مجمل اعماله عشان كي جد حارس المرمة بيغلط 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 هي مش كيية حارس المرمة الغلطة بتاعته بجول بس كل اللي لعيبة في الملعب بتغلط بس مش شرط تكون الغلطة بتاعتك في الملعب وانت في نص الملعب تبقى بجول بس حارس المرمة لما بيغلط جول غالبا يعني فيه تمسك الشناوي ويتقال عليه أنه مش هو الشناوي ما بقاش الشناوي والحد يمتى هنصبر عليك والحد يمتى مش يجيبه له حارس تاني لأ الشناوي حارس كبير ويبقى حارس كبير وشخصيته رائعة والشناوي وقلت حلاتكم من العنون دي قبل كده اشترى الأهلي كتير جدا الشناوي كان عنده عرض خيالي 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 من أحد الأندير السعودية تحديداً نادي النصر في الفترة الماضية عرض خيالي ليه هو شخصياً وعرض خيالي للنادي الأهلي وتمسك بالنادي الأهلي لما النادي الأهلي قال له إحنا عايزينه وكان عقد عارس التشهور وعروض كثيرة جات للشناوي وتمسك بالأهلي كون إن هو بيتمسك بالأهلي يعني تركيزه مع النادي الأهلي يعني هو عايز إنجح مع الاهلي أنا مش بقول كده دفعنا على الشناوي اللي أخطأ النهاردة بس بقول كده الشناوي كمثل هجماعة إحنا عندنا الطابع ده كلنا كلنا بالمناسبة مش حضراتكم يعني مش بنطقت مشجع ولا حاجة بس فجأة نطلع اللاعب سابع سما بحاجة نجيبه سابع عرض هي مش كده هو لعب رائع وله بعض الأخطاء ببساطة لعب رائع وله بعض الأخطاء زي أي لعب رائع في العالم له بعض الأخطاء بس مرة تانية وتالتة وربعة أنا بهني النادي الأهلي على أداءه في هذه البطولة من وجهة نظري متستغربش من وجهة نظري أنا شفت كل مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأنداء هذه النسخة اللي لم تكن الأفضل فعلى الأقل هي واحدة من أفضل مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأنداء على مستوى الأداء مش بتكلم على مستوى النتائج على مستوى الأداء على مستوى الأداء الأهلي قدم أداء رائع جدا في هذه البطولة فبهني النادي الأهلي وبقول لمشجع النادي الأهلي افرحوا بفريقكم يستحق هذه الفرحة وأنا بشوف الفيديو أهلي تاريخ عظيم تاريخ عظيم يا جماعة من 1907 بتتكلم في 116 سنة النادي الأهلي ما توقفش عن البطولات في أي سنة طول الوقت نجاح وطول الوقت بطولات وطول الوقت إنجازات يعني ماشي نهر ده في نهاية كأس العام الأندري ريال مدريد كسب البطولة بطبيعة الحال يعني طبيعة التوقعات يعني كان أملنا كبير جدا في الهلال السعودي أملنا كبير جدا إنه يكسب البطولة بس دايما الواقع أو مش دايما غالبا الواقع في كرة القدم ينتصر ريال مدريد أقوى فريق في العالم في العالم اللي بيكسب مانشستر سيتي وتشيلسي وا 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 كسب النهر ده بنتيجة برضو مش قليلة وإن كان ريال عمل مباراة محترمة خمسة تلاتة ريال مدريد كسب الهلال السعودي خمسة تلاتة الهلال كان بيوصل لمارمال ريال ولعب برضو مباراة مفتوحة وفيها جرأة كبيرة قدام ريال مدريد بس هو ريال مدريد يعني نضيف على قوة ريال مدريد اللي زهر قدام النادي الأهلي النهاردة كمان كريم منزيمة كان بيلعب وقربخال عاد أيضا لتشكيلة ريال مدريد فكان بالقوة ضربة كلها فالأمور صعبة صعبة عجب على المخارج على المباراة عجب معي بيلعبوا كورة سهلة قوي تيك 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 جول تيك 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 جول بمنتهى البساطة اللي هي النهاردة برضو بصراحة عمل مباراة محترمة جدا النهاردة فالبير دي هو اللي سجل هدف الأول ليلان مدريد في دقيقة 18 وبعد كده موسى مريجا سجل هدف التعادل في دقيقة 26 وكريم بن زيمة سجل هدف الثاني طيب طيب بنيسر جونيو سجل هدف الأول في دقيقة ساعة وبعد كده فالبير دي سجل الهدف الثاني في دقيقة 18 موسى مريجا سجل هدف الهدف في دقيقة 26 وبعد كده كريم بن زيمة سجل هدف في دقيقة 54 فالبير دي سجل في دقيقة 58 ولوسيانو فيتو سجل في دقيقة 68 جونيور في دقيقة 69 ولوسيانو فيتو سجل في دقيقة 79 احنا لسا مكملين مع حضراتكم هنروح لفاصل بعد الفاصل هنيجي نتكلم في كثير من الأمور تخص الهلال وهنخص الريال مدريد خليكم معنا موسى يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم الهلال النهاردة عمل مباراة معقولة جدا أمام الريال بس هوا الريال هوا ريال مدريد السعودي وصل لمرمى الريال في 3 كرات مش وصل يعني 3 كرات هو كان عنده فرص كثيرة في هذه المباراة بس بتكلم في 3 أهداف قدام ريال مدريد ده رقم كبير صحيح استقبلت 5 أهداف استطلعت لعب ريال مدريد وده درس اللي كنت بتكلم فيه عن الأهلي من شوية ريال مدريد يا جماعة واحد من أقوى أقوى مش أقوى واحد من إيه أنا عفوا هو أقوى فريق في العالم لما بتكلم عن ريال مدريد ريال مدريد ده اللي بيكسب سيتي واللي بيكسب شيلسي واللي بيكسب باريس سان جرمان اللي بيكسب وبيكسب بنتائج كبيرة جدا طبعا بطبيعة الحال ومحدش يقول لي يصير ريال مدريد بيمر مرحلة صعبة لا هو ريال مدريد هو ريال مدريد بنفس التشكيلة بنفس الموديل فني الكبير قال له أنشروتي فالأمور يعني ما كانش فيه أحسن من اللي حصل سواء من الهلال بصراحة أو من النادي الأهلي ده المنطق وده الطبيعي في كرة القدم كاننا نأمل جدا كان عندنا طموح كبير جدا الهلال يقدر يعمل مباراة يكسب فيها ريال مدريد بس دي أحلامنا وطموحاتنا وأمنياتنا الواقع ريال مدريد لما بيلعم مع أي فرقة في العالم بيبقى هو الطرف لليه حزوز أكتر ماي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عبداللطيف الغنام نجمع الهلال السعودي الأصبك كابتن عبداللطيف مشرف ومنور الله يسلم متشرفين فيكم نمسي عليك ونمسي على المشاهدين الكرام ونبارك للقرى السعودية والقرى العربية والقرى الآسيوية وكذلك الأفريقية بالمستويات اللي قدمها نجومنا في نادي الهلال السعودي وكذلك الأشقة في الأهل المصري عظيم جدا النهاردة الهلال عمل مباراة معقولة جدا محترمة أمام الريال وكترسة بقول أجماعة لما نجي نلعب مع ريال مدريد سواء الهلال أو النادي الأهلي هو في منطق آه إحنا نحلم ونتمنى ويبقى عندنا طموح وحماس لكن الريال لما بيخش أي مباراة في العالم مع أقوى في العالم بيبقى له الأفضلية أو التوقعات حتى شايف الهلال النهاردة عمل مباراة محترمة أمام الريال صحيح لما نتكلم على ريال مدريد تتكلم على متسيد أوروبا في الكرة لما تتكلم على الأداء الجميل الذي قدمه اليوم أفراد نادي الهلال السعودي مستوى مميز أظهروا صورة مفرحة ومبشرة ونأمل إن شاء الله أن هذه تكون انطلاقة لكثير من الأندية السعودية إن شاء الله لتقديم المستويات المشرفة في الإطار الدولي شايف الريال الهلال كان ممكن يعمل أفضل من كده النهاردة الريال كان عنده يعمل أفضل من كده شايف الريال عمل أقصى حاجة النهاردة في هذه الموضوع أعتقد أن الهلال دخل البطولة البطولة وهو ناجف تقريبا ثلاث عناصر أساسية في المنطقة السعودي وكذلك في الهلال السعودي على رأسهم قائد نادي خلال كابتن سلمان الصرج وقائد المنتخب السعودي لما تفقد ركيزة أساسية وكذلك الباك الشمال ياسر الشهراني وكذلك اللاعب الكبير محمد البريح ثلاث عناصر مهمة ومؤثرة إضافة على ذلك الهلال في الموسم هذا ممنوع من التسجيل في الفترة الصيفية وكذلك في الفترة الشتوية كل هالأمور وكان أمار في تعطرات في بداية الموسم في الدوري كل هالظروف ما كانت الجماهية الهلالية أو السعودية تتوقع أنه ممكن تقدم خمسين في المئة من المستويات التي قدمناها لكن يبقى الهلال كبير بأبطالها كبير بجماهيريتها كبير بحضورها القوية في المحافل الدولية إن شاء الله كل التوفير للهلال في البطولات القادمة عايز سألك كمان عن النادي الأهلي أكيد تابعة البطولة وتابعة مستوى النادي الأهلي في هذه البطولة والمباريات اللي عبها النادي الأهلي رأيك إيه؟ النادي الأهلي نادي كبير وعريق وداهما ما يرفع روسنا في المحافل الدولية أنا مبسوط جدا بالأداء اللي قدموه مبسوط جدا رغم أن الأهلي شارك يمكن فيه أربع مباريات يمكن هو من أكثر الفرج يمكن وصل مرحلة في عشر أيام تقريبا أو في 12 يوم لعب أربع مباريات تكون مرهقة على المجموعة لكن الأداء كان مفرح ومبشر بالخير وأشيد بأداء اليوم أحمد عبد القادر وإن شاء الله تكون هذه انطلاقة له لأنه اللاعب موهوب وأفرحني اليوم جرأة على المرمى صح وعند الكثير يقدم إن شاء الله في القادر إن شاء الله كابتن عبداللطيف الغنام لاعب نادي الهلال السعودي الأصبك أنا بشكرك شكرا جزاء لهذه المدخلة كل التوفيق إن شاء الله لنادي الهلال في الفترات القادمة وشاركة جديدة بإذن الله في كأس العالم الأندية في المستابل نفس العمر بالنسبة له النادي الأهلي بكل تأكيد منيسيوس جونيور كما هو متوقع فاز بجهازة أفضل لعب في هذه البطولة بطولة كأس العالم للأندية ساهم في حصول ريال مدريد على البطولة بلبرت إيه حل في المركز الثاني في قائمة الأفضل وبعد كده بيديو سجل أو لعب الهلال كان في المركز الثالث بقائمة أفضل لعب كأس العالم للأندية طيب منيسيوس جونيور عمل إيه بقى في كأس العالم للأندية فينيسيوس واحد من أحسن اللاعبين في العالم في الوقت الحالي لعب مباراتين سجل ثلاث أهداف وصنع هدف وسدت ثمان كرات وصنع أربع فرص أرقام عظيمة جدا ليه فينيسيوس في هذه البطولة هي أرقام وزي ما حد ككم شايفين لعب مباراتين سجل ثلاث أهداف وصنع هدف وسدت ثمان كرات وصنع أربع فرص طيب جوائز المالية بقى العالم للاندية كل نادي خد كام أو طلع بكم من مركزه في هذه البطولة تعالوا نشوف علشان نشوف الاهل برضو طلع له كم من هذه البطولة اللهم لا حسد يستحق النادي الاهل كل الجهاز اللي في الدنيا ريال مدريد خد خمسة مليون دولار مزعي ريال مدريد صعودي שמ� 4 مليون دولار في المركز الثاني في المركز الثالث في نابانجو البرازيلي خد 2.5 مليون دولار والمركز الرابع الاهلي خد 2 مليون دولار يعني لو شريف كان سجل الكرة كنا طلعنا بنص مليون كمان دولار زيادة بس ماشي شريف برضو عشان برضو أقرر شريف ما يتحملش الواحدة يعني عشان ما شايلش القصة لشريف يعني المركز الخامس الوداد المغربي خد مليون ونص دولار في المركز السادس سيات الأمريكي خد مليون دولار وفي المركز السابع أوكلان سيتي خد نص مليون دولار نروح بقى لنادي الزمالك نسيب الأهلي شوية هنرجع لأهلي بعد شوية مع كابتن عميل عبد الحميد ومحمد جمال ومران شفعي في الضيوف النهاردة في رقم عشر بس نروح للزمالك كواليس الساعات الأخيرة في الزمالك بعد الهزيمة أمام شباب بولزداد تعالوا نشوف أولا خلال الساعات الماضية عقد مجلس دارة نادي الزمالك جلسة خاصة لبحث ومنقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق بعد الهزيمة أمام شباب بولزداد وتم التأكيد على دعم ومساندة البرتغالي جزفالدو فريرة الموديل فني للفريق ومنحه صلاحيات فنية كاملة ودعم جهازه بمدربين أجانب في الجانب البدني وتحليل أداء وفقا لطلباته سانيا رئيس نادي الزمالك خلال الجلسة أبلغ أعضاء مجلس الإدارة برغبة أسامة نبيه المدرب العام في الرحيل وتمسكه بالابتعاد عن الفريق وأن مباراة سموحها المقبلة بالدوري قد تكون الأخيرة له مع الفريق ثالثا هناك أكثر من خيار أمام الزمالك لخليفة أسامة نبيه حيث وضع المجلس السنائي خالد جلالة موديل فني الأسبق للزمالك والسابق للبنك الآلي كبديل أول للتواجد مع فريدة كمدرب عام وأيضا زهر في الصورة طارق مصطفى الموديل فني لفريق أولمبيك أسفي المغربي خبالك طارق مصطفى عامل أداء رائع جدا في المغرب رائع الشيء بالشيء يسكر يعني رابعا مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الاجتماع تطرق لأزمة عدم قيد صفقات الفريق الجديدة في الملكات والشيط المنقضي وتم التأكيد على دعم القرار السابق للمجلس بالتوجه إلى القضاء لحفظ حقوق النادي خامسا في مباراة بوليس داد كان هناك خلاف فني بين فريدة وأسامة نبيه كان السبب فيه رغبة نبيه الراحيل عن الفريق والخلاف هو رغبة أسامة ومعه المدرب المساعد أحمد عبد المقصود في عدم إشراق السنائي نبيل عماد دونجا وعمري سيسي لأنهما يقدمان نفس الأدوار مع رغبتهم في إشراق سيف جعفر إلا أن فريدة رفض واستبعت سيف وصمم على موقفه يعني خلافات فنية بتحصل بين كل الناس يعني مش المفروض هي اللي تمشي أو تقعد حد بس تمام تمام النهاردة في الدوري المصري الممتاز فاركو بيفوز على البنك الآهلي واحد سفر ثلاث مباريات للكابتن طرق العشري مع البنك الآهلي الثلاث مباريات انتصار المصري الزمالك والبنك الآهلي النهاردة هدف مبكر لمحمود حمادة في الدقيقة أربعة ولما فريق الكابتن طرق العشري أي فريق بيضربه الكابتن طرق العشري يسجل مبكرا صعب توصل لمرماه بعد كده حافظ بعد كده فاركو على النتيجة وفاز فاركو بهذه المواجهة الفوز الثالث على التوالي لفاركو في الدوري الممتاز النهاردة كمان في الجولة التمنتاشر طرق الجيش النهاردة خسر واحد سفر أمام الداخلية أول فوز للكابتن علاء عبدالعالم مع الداخلية علي الزهدي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة واحد وخمسين عشان ياخد الداخلية متنفس متنفس في جدول ترتيب الدوري اللي كان بيتزايله قبل هذي المواجهة إحنا لسا بكمالين مع حضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم كابتن الكبير كابتن أمير عبدالحميد حارس مرما النادي الأهلي الأصبخ هيكون ديفي للحديث عن مواجهة اليوم ومشاركة النادي الأهلي في هذي البطولة وبطولة كأس العالم للأندية خليكم معنا يعني بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة كابتننا الكبير كابتن أمير عبدالحميد حارس مرما النادي الأهلي الأصبخ كابتن أمير مشرف ومنورك العالم حبيب يا كريم ربنا أخليك أخبرك إيه؟ كله تماما كله حلو نهاردة قلت في المقدمة أنه أداء الأهلي هو اللي زعلنا النهاردة أداء حلو قاوج فالنتيجة مش مع الأداء هتحس بالقاهرة كده اللي هو أنت كان قريب قوي أنك تكسب وعمل مباراة حلوة قدام فلمانجو البرازيلي وبعد كده زي ما حصل في الهامة دي تاكت خطفت بأحطاء فردية خلصت المباراة رأيك إيه؟ هي كمان يا كريم المشكلة أن الهزمتين بذكر عالي شوية ونادي الأهلي مش مدعوض على ده وغير الأداء تاني حاجة أنت يعني كنت أنت داخل بأمل يعني أنك أنت ممكن تعمل حاجة في البطولة بدأت البطولة كويس وده يمكن إحنا قلنا في البداية أن أول مطش مهم جدا في البطولة وعملنا مطش كويس وأداء كويس ومطش ساتل بتاع أمريكا بار نفس القصة ومهو أكولند كان الأولاني فخلص أنت الطموح زاد قوي إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وده اللي أنا قلت لك أمريكا يا كريم أن التنظيم البطولة ظالم فعلا أنك أنت بتيجي ببطل أوروبا وبيخش على سين مفاين على طول أنت كمان مش أعرف لو إحنا كنا قابلنا في مينجو في مكان ريا مدريد ندلل هيك هيكسب وهيوصل لكن هي المشكلة كبيرة أنك أنت قابلت أنه لي كبير عنده طموح كبير عنده حلول كتيرة جدا عنده خبرات وعنده علي المدريد فكسبت يعني خسرت وهو كسبك وبعد كده خلص أنت بالنسبة لعيبت النادل الأهلي بدلا ما كان عندك أنت طموح فاكر قبل كده كنا بندخل البطولة عايز تاخد أي مدالي وخدناها ثلاثة مرات فتحس أن الناس ما بقتش عايزة تالت عايزة تخش في أول أو تاني طبيعي يعني دهب أو فضل الطموح بيزيد النهار ده هزيمة ريال مدريد أولا الأهداف دي كلها بلاس أن الأهداف اللي أنت ضيعتها خالة اللعبة في ماتش فلامانجو الدنيا في إحباط شوية بس ما حستش يعني الحد ديئة سبعين ده بالله عكس ده لما الأهل يتأخر بها ده في ديئة 11 أنا قلت زيك كده قلت قضح أنه الأهلي مش نازل بنفس الرغبة والحماس بعد ديئة 11 لحد ديئة سبعين الأهلي دايس على فلامانجو في المنطقة الهجومية بشكل رائع جدا وبيسجل هدفينه وبيتقدم وضيع فرص كمان قبل الطرد فكل حاجة بتقول أنه الأهل لأ كان هيكسب المباراة طرد حصل مع فرص شريف وبتاو والكلام ده كله خلص المباراة شوف يا كريم يعني أنت قلت حاجة حلوة جدا أنك أنت خلي بالك لعيب النادي الأهلي بيدافع على كهين النادي الأهلي بيدافع على تشيرت النادي الأهلي طبيعي أنك أنت النهار ده يعني بدلا ما كانت طموح عندك زيد أنك كانت بتوصل فينال اللعيبة أنا أحس باللعيبة خلي بالك يا كريم اللي لعب غير اللي ملعبش أنا أحس باللعيبة وأحس بالأجواء اللي كانت موجودة في كهس العامل الأندية اللعيبة بعد ما ماتش ريال مدريد أنا متأكد في القتال محبطين جدا من الهزيمة من الطموح اللي أنت كنت عايز أمل عندك أمل أنك أنت تكسب ريال مدريد حتى لو أمل مش هقول 50-50 هقول 40-60 تمام أن الريال طبعا عنده خبرات وعنده طموحات كبيرة جدا وعنده حلول كتيرة جدا فاللعيبة بعد أكيد أنا متأكد أن الكابتل خطيب والجهاز قاعدوا مع اللعيبة قالوا خلاص إحنا عندنا لازم نحافظ على العائلة المركز اللي إحنا آخر مركز عملناه ومركز ثالث العالم لازم نحافظ عليه ونكسب وناخد مدالية برونزية حتى يبقى اسمك رجعت بمدالية أو حفظت اللعيبة أنا متأكد كان فيه إحباط زائد الظروف ناد الأهلي خسر يا كريم بالتفاصيل صغيرة بأخطاء أخطاء فردية شفنا النهاردة ناسا الشيناوي في الهدف الثاني خطأ مشترك مع أعتقد عبد المنع شفنا البنالتي اللي ضاع من علي معلول ما دي كل دي تفاصيل بتخليك تحبط لما تضيع البنالتي لما تكون أنت هتوصل كرة شريف بتضيع الحاجات دي طول ما أنت بتضيع هتستقبل وخصوصاً كان في المطوات الكبرى بتعرف لو في الدوري هتلاقي الأمور سهلة كلام ده في الدوري بتغلط غلطة عادي بتعوض أما مع اللعبة الكبيرة اللي عندها خبرات وبطولة كبيرة زي دي ما بتقدرش تعوض فالفرص يعني دهب زي ما بيقولوا فالنهاردة التفاصيل دي وتفاصيل ماتشي لها مدريد نادل قالي عمل عليه يعني أنا شوف مجل تنظري أن اللعبة كانت في ماتشي لها مدريد كانت أعتقد أن هم كان الطموح أقوى الحماس أكبر بتلعب ريال مدريد فريق كبير فأنت يعني بتروح بفرص وكنت ممكن تدخل الجيم تاني تتعادل بكرة أفشة وتخش تاني في الجيم وتنافس لكن هيا الفكرة أنا كنت التفاصيل الصغيرة التفاصيل الفرق الكبيرة زي ريال مدريد فلمانجو مش هتلاقي الأخطاء دي فهمني عشان تاخد مركز جامد لازم أخطاءك تقل تركيزك يزيد يبقى التزامك في الملعب مهم جدا بتقابلك بقى ظروف عكسية زي الطارد النهاردة فرق معك جدا البنالت اللي ضاع النهاردة قرارات الحكم يمكننا النهاردة أول مرة شوف الحكم مهزوز معنى الحكم بقى حكام الجويسين جدا معروف عنه أنه هو حكم ممتاز وكان مشرفنا في كاس العالم الماتش النهاردة لا هو فيه فيه قرارات عكسية فيه استعجال في القرارات في حاجات معينة أنت حسيت بيه كارارات كان عكسي النهاردة يعني مثلا طرد بتاع خالد عبد الفتاح مثلا في كرة بتاع اللي هي ضربة الجزاء ضربة الجزاء يعني فيه قرارات كده أنت كلعيف في الملعب يا كريم بتضيقك بتخنؤك يعني العيب بتخنق الحكم آه طبعا مش أصل أنه يغلط وكل حاجة لكن أنت في الملعب كارارات الحكم بتخليك يعني ما حسبش على طول ففي حاجات كده من الحكم بتحصل في الماتش بتخليك أنت كلعيب بتتخنق بيخنؤك 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 بيخرج بره التركيز فأنا شايف أنه هو يعني لعبة الندل قالي الطموح قال بعد هزيمة ريال مدريد كان عندك أمل أنك كانت تتوصل للفاينال حتت برضو كريم أنك أنت مش موفق دي بتبقى رخمة جدا للعيب في الملعب إنك أنت النهارده ماتش مدريد بيجي فيه جول التاني بتقدر تجيب كرة بتقدر تتعدل بكرة أفشة عدم توفيق كرة شريف استعجال فأنا شايف يعني النادي الأهلي كان بدأ أول ماتش كويسين لكن اللعيبة يعني مع التغييرات لمستر مارسي الكولر مارسي الكولر أعمالها فأنا شايف أن هي يعني عكس مانو الجزي فاكرة ما أنا كنت بقول لك دايما أنه هو شبه مانو الجزي وكل حاجة لكن مانو الجزي في البطاطر كذلك كان بيستقر على التشكيل هتقول لي فيه طبعا إجهاد هو والآخر ماشي بس أنت بتلعب بطولة بتلعب بطولة بطولة مهمة التشكيل اسمه سابت ما نفعش أغير كل شوي أنت النهاردة ساعات بتلاقي سلية مع حمدي فتحي مع ديانج بتلاقي فتحي ساعات برة وتلاقي ديانج بادئ وتلاقي فتحي بادئ النهاردة كان فيه انتقادات كثيرة لمحمد شريف على الفرصة بتاعته الانفراد اللي كان بعد التارد وكان يلقى كذباني 2-1 وضيع الانفراد انت مع الانتقادات دي ولا شايف انه عادي انه أي لعب ممكن يضيع أنا شايف يعني اللعيب الكرة عمتن ترماء بيوصل وبيضيع أكيد اللي جاي هيبقى أحسن لكن أنا المشكلة في حاجة شريف شريف بدأ جامد قوي مع النادي الأحلي صحيح كان هدف دوري هدف دوري مع المنتخب وبعد كده الأمور ضيع كتير فالناس عايزة دايما تشوف شريف على طول بيجيب جوال طبيعي ده مهاجم أهلي ده مهاجم أهلي هو كمان لازم يركز على فكرة هو لازم يركز ولازم يستغل الفرص اللي تيجي هو مهاجم النادي الأهلي أنا عايزه يشيري الضغوطات اللي عليها لانه هو خلي بالك اللعب برضو بتتابع على السوشال ميديا فالنهارده أنا كشريف لازم بطولة زيدي لازم أجيب جوال لازم عندي غل ان أنا أي فرصة تيجي لو جات لي ثلاث فرصة أجيب اتنين جات لي اتنين أجيب واحدة جات لي اتنين أجيب اتنين أنا مهاجم النادي الأهلي فأكيد فيه انتقادات كترة جدا لانه الناس النقاد والجماهير وكل حاجة عايزة شريفي عطول بيحرز أهداف فهو فيه استعجال بيحاول لكن أنا شايف ان هو لازم يعني يعني يدوس أكتر من كده يركز أكتر من كده يستغل الفرص أكتر من كده ف عشان كده الناس بتنتقدوا لكن أنا موجة نظري أنا شايف ان هذا الأهلي محتاج فرد مع مع محمد شريف صراحة أول حاجة لازم يشد محمد شريف شوية يعني يشد هيخلي محمد شريف مركز أكتر لو شريف النهاردة مش موافق فكان مطش الفرد اللي موجود ده تقدر يجيب يجيب جوال انت شفت فيه سنة يعني جيد بتاعنا كان فيه فلابيو كان موجود فيه متعب كان موجود فيه أحمد بلال كان موجود فيه أربع فرودة صراح مش واحد وينجو بيلعب فاهم قصدي طب انت النهاردة ناس بتنتقدوا وفي ناس تقول لك ايه محمد شريف مش فرود ده وينج هي النهار شايف محمد شريف وينج أو فرود خلاص انت لازم تجيب جوال سواء وينج أو فرود خلاص انت تحطيت في الحتة دي انك انت انت هتقفل النادي الأهلي انت راس حربة النادي الأهلي مفروض راس حربة منتخة ومصر فانا شايف ان الحتة دي لازم النادي الأهلي يلكس فيها كل سؤال طيب نهاردة بعد المباراة شينو كان لقوا خطأ في احدى الاهداف وبدأ الناس تنتقد الشينوية بقصوة بقى كتير يعني وانت الشينوية أخطأك بقيت كثيرة الفترة الأخيرة ان الشينوية رازم يبقى ليه حارس بديل أقوى من علي لطفي انه الشينوية مش مركز انت شفت الخطأ بتاع الشينوية ازاي او تعاملت معاه ازاي انا شايف من وجهة نظري ان يعني وضع طبيعي ان يمحمد الشينوية بيقوله 4-5 سنين بيلعب مع المنتخب ومع النادي فطبيعي انك انت هيجيله أخطاء والأخطاء طبعا انت بتلعب 4-5 سنين مع المنتخب في كل البطلات مع المنتخب في أولمبي في أولمبياد مع النادي الأهل في جامعة البطلات فطبيعي انك انت على مدارة الخمس سنين انما تخطأ في السنة خطأ خطائين ده وارد عادي مفيش مشكلة طبعا ولكن انا عايز اتكلم ان طبعا النهاردة فيه أخطاء للشهناوي مش الجول بس يا كريم فيه أخطاء انا كحسها كحارس مرمى في ان النهاردة الكرة بترتدي من ايده الخروج بعض الأوقات ان انا نهاردة انفراد ما ينفعش هروح رايح على الأرض مرة واحدة لازم روح واثبت عشان تتشيبات الحاجات دي انت بتقابل لفل عالي قوي لفل انت لما تنفرد به غير مع الفرق اللي في الدوري بيروح بيشوت وخلاص لكن انت بتتكلم في ناس قوالتي عالية جدا ما بتروح على المرمى هو عارف من خرم إبرز ما قبله وعاف كيب جول انت شفت اللجوان كلها لما تدري تشيبات الجول لما تدري تهويش ويستنى ويتقل فالكلام ده مش هتلاقي عندك في الدوري لعيبة بالكوالتي دي بالفكر ده ان انا تحت ضغط هو مثلا اي لعيب هيقابل النادي الاهلي هيقابل الشيناوي مش هيصد ان هو وصل لجون النادي الاهلي فبالتالي هتلي رح ميديها واحدة او حطتها برا او حطتها في جسم انت لفت ان اظهر لنقطة مهمة انه حتى لو شفته الشيناوي بيغلط مهو الشيناوي برضو لو بيلعب هو مستوى كوالتي او لفل معين هو كيف متعود يعمل في الدول مصر انه ممكن في الانفراض ينزل ينام عادي لكن في اللفل ده لا لا فالناس الناس مش هتبص ان هو صوت من ريال مدريد صح مش هتبص لده خالص هما هيبص للي جاءت فيه صح مش هيبص الانفراضات اللي هو شالها هيبص الشياب يقول لك يعني أنا كنت قابة تفرج عمال الناس يعني سوري يعني فيه ناس كتير جدا مش فاهمة في الكرة نفسها فكل اللي بيحصل يانهراب يده الشيناوي وممكن هو أصلا بيلعب بالموبايل ومش شايف الكرة ده اخذ ازاي في الشيناوي لكن اللي أنا عايز اقوله منها هتفيه اخطاء اما بالنسبة لجزئة تتكلم فيها يا كريم بتاعت حراس المرمى الناس مش هتتكلم في النادي الاهلي محتاج حراس مرمى غير لما يلاقي فيه اهداف بتخش في الشيناوي او الشيناوي مش موفق طب محترامي كل الحراس اللي موجودة انت مين اللي هيجي يبقي حراس موجود يشد الشيناوي مين محترامي كل الحراس الموجودة كويسي وكل حاجة لكن انت النغمة اللي كان بتتقال ان اي حد عايز حرس مرمى او النادي القلب يفكر هتفكر في مين اللي هم المستقبل جاد ومين وصبحي جاد في امبي كان ماشي كويسي قوي اكتر من المصري المصري عليه ضغوطات اكتر من امبي فبتلاقي فيه اخطاء محمد صبح اللي هو المستقبل متخب الامبي ومتخب مصر مش موجود فبالتالي مش موجود اقصد مش موجود عالصح مش بيلعب مش بيلعب فبالتالي انت ما عندكش حد تجيبه بديل للشناو عشان يحركوا طب انت عندك علي لطف موجود انت عليك مصطفى شوبير موجود عندك حمز علاء موجود طيب احنا لو شفنا قبل كده نادي الزمالك كان عنده اربع حراس مرمى وممتازين عنده ابو جنش ابو جبل صبحي عوان كان في مشاكل مشوا اتنين بقوا اتنين جمدين في مشاكل صح مش صح ان انت يبقى كل اللي عندك كلاس ايه لأ اه حتى في اوروبا كريم ما باجى اتعاقد مع حارس مرمى انا عندي نهار ده مثلا نادي بيلعب في الهما دي دلوقتي ومش حارس كبير بديل كرطوة ده في العقد ده في العقد جاي مكتوب في العقد انه هو رقم اتنين صح لكن انت عندك هناك الحارس بديل ومالعبش بتوقع كارسة او حصل دراب يقولك اخشوف الحارس لا انت بتتكلم في قولة تانية بتتكلم في منتالي تانية خالص بتتكلم في سيستم تاني انت الاول مش شايف ان الشناوي محتاج حارس بديل هو اللي موجودين كويس يعني عادي لطفي مع حمزة علاء مع مستوى الشبير دول تمام اه تمام فاولا مش محتاج بديل لا مش محتاج لكن انا عايز اقوله من ناحية فيه اخطاء فيه اخطاء وارد يبقى فيه اخطاء واخطاء قوية بس انت بتتكلم الناس شايفة دي بطولة لكن لو احنا شوفنا مثلا حد عمل مش هيقوله غلط الشناوي يقولك يا ولا قدامين اللعيب اللي عمل الكورة دي في الشناوي فهم قصدي لكن انت الناس بتتفرج على الشناوي فبالتالي الناس بتبص للكورة اللي داخلها في الشناوي لكن مش هيشوفه الانفراض مش هيشوفه البينالتي صده في ريان مدريد طب تخيل انت مثلا ماتش ودي والنادي الاهلي متعادل مع ريما والشناوي صده كورة يا خبر واخطأ خطائن في اوفرين ولا الهو ومسك الكورة ووعد من ايده عادي ما حاتش اتكلم في الحالة تريد لك انت بتتكلم عشان هو كمان يستفيد خلي بالك هو يستفيد والحراس مهلا مستفيد ان انا نهارده بقابل طب ليبل معين كوالتي مختلفة ان انا نهارده رايح انفرد عمرك شفتك كريم في الدوري حد بفرد مثلا بجول جول مش هقول بقى الشناوي او عواد او الناس الحراس الكبار والتاني يلعب كعبه وده يحطه كورة دي مش موجود مش هتلاقي غير في ريال مدريد مش هتلاقي غير في بغايا المونك والدليل والدليل محمد الشناوي قبل مباراتين ريال مدريد وبرميرس كان نظافه شباك نظيفة في خمس مباريات من اربعة من ستة ايوه كانوا بيتكلموا في ان شريف الكرامي دخل فيه تسعة انا كان دخل فيه خمسة او ستة وكان اعلا واحد فينا الشناوي النهارده بتتكلم في الشناوي اكتر واحد دخل فيه عشرة وشريف تسعة وانا ستة اللي هم كانوا بيحصائيات اللي كانت موجودة لكن انا عايز اقوله يعني دورت بيحصل في الكرة ومن ناحية فيه اخطاء ففيه اخطاء الشناوي لازم يتعلم من من الليفل ده لان ده الليفل اللي مفروض الشناوي بيلاعب فيه النهارده كاس عالم النهارده في عروض للشناوي هو رو راح النهارده ولعب في اوروبا او لعب في السعودية او لعب في الدوريات اللي هو جايه له عروض منها لازم يعارف كويس قوي وهو فاهم كويس لانه اللي عنده خبرات لليه كاس عالم وهو و обязательно فالليبل اللي موجود نูع مختلف تماما والقواملات مختلفة تماما على الدوري المصري اقولك على حاجة السيسطم عم hoy متمرق غير السيسطم عندنا hafr مصر احنا محتاجين شغل كتير جدا محتاجين من ناحية النقاد شغل كتير جدا على فكرة محتاجين من ناحية الجمهور شغل كتير جدا السيسطم الكروة المصرية لازم محتاجين شغل محتاجين مفيش مجاملات محتاجين لنشتغل نشتغل صح مش ان انا اطلع النهاردة هنتقد عشان الترند لا جيب ناس تفهم في الكرة تتكلم في الكرة عشان تفيد والأهم من الكلام في الكرة هات ناس بتعرف تشتغل في الكرة تشتغل في الكرة مش اجيب حد ملعبش كرة او مش فاهم في الكرة لا مش بس مهم ان هو يلاعب في الكرة مهم كمان ان هو يكون درس وعنده خبرات مش انه ما برضو اخد بالك كابتن امير احنا عندنا حكاية طويلة يعني اللي هو ايه ده كان نجم فمجرد ان هو نجم مفهوض يشتغل كل حاجة طبعا لا يدرس وانا معاه يدرس ويشتغل ويشتغل على نفسه بالضبط تمام وفي ناس ملعبتش كرة بس شطرة بيتذاكر بالضبط بيتذاكر وزي الناس المحترمة اللي دخلينك وزي الناس اللي عندك الناس فهمة في الكرة تعالف كابتن اميرك بيبقى دايما مشكلت في ايه اللي يقول لك ايه مثلا سين من الناس اعتذل كرة القدم فاحنا هنكرمه ان احنا نشغله مدير فن الفريق الشباب صحيح او هنكرمه مثلا نخليه في مجلس الادارة طيب هو كالنجم بس المناصب دي مش تكريم صحيح ناصب دي ما في النواق يشتغل يشتغل ويشتغل في الادارة فلازم يبقى اداري بيأخذ خبرات ادارية او اشتغل او درس ادارة هيشتغل تدريب وخاصة في قطاعات الناشئين ادرس واحنا وراك لكن بس يقول لك ايه هنكرم فلان مفيش حاجة اسمها تكريم ده انت عندك كمان مشكلة كريم ده انت لو كرمته اساسا دي حاجة هاني يعني انت اساسا لو كرمته انت اساسا لو انت مفيش مصلحة بينك وبينه مشغلته دي حاجة تبقى كويسة جدا انت دلوقتي في مشاكل جمدة جدا في الموضوع فيه مجاملاتك كريم الموضوع فيه ناس بتبصر التريند بس الموضوع فيه مصالح انا مصلحتي فين اجيبك واشغلك ونشتغل مع بعض ونبقى احنا مع بعض دي مشكلة كبيرة جدا عشان هو شايف نفسه بس وبيطلع ينتقد الناس طب انت دلوقتي النهاردة انت حط سيستم لو انت عندك دراية بحاجة عندك فكر عندك فكرة ماشي الفكرة دي ممكن نشتغل عليها تبقى حقيقة وتبقى حاجة جمدة جدا اشتغل وفيدي الناس لكن انت مطلعش نقطة تنتقد الناس وانت اصلا ملعبتش وانت اصلا يعني كل همك انك انت تنتقد وخلاص يعني بتبقى حاجة مش مظبوطة وصراحة كريم يعني انا شايفه لازم لازم نشتغل لازم نرجع نفسنا شوية عشان نوصل للناس دي صح احنا بعيد اوى عن الناس دي صح كابتالي امير كالعادة مشرف ومنور انا استنتعت جدا بتواجدك معنا ده مشكرك شكرا جزيلا حبيبا كريم وانا دايما سعيد وانا معاك ودايما متقلق حبيبا كابتالي حبيبا كابتالي نسى مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معايا محمد جمال ومروان شافع نتكلم اكتر عن مباراة اليوم ومشاركة الاية اللي في كأس العالم نعديها بشكل عام خليكم معنا يعني بحضراتكم مرة اخرى شرفني ونوارني في هزي الفقر الاصدقاء العزاء محمد جمال ومروان شافع جيميب شرف حبيبا كيمو مرشوط انا وجد معك نعضم مع مروان طبعا مروان حمد الله عالسلامة الله سلمك كيمو اخبرك ايه واحشني جدا احكيه لأول عامل ايه في النمسا دلوقتي يا جماعة مروان كان واحد من الديوف الاساية هنا في البرنامج المحل الرائع اعظم جدا سافر على النمسا وبقى مدرب دلوقتي فيحكي لنا الاول بسرعة وبقى مدرب في النمسا ازاي لا سريعا يعني انا بشتغل في موضوع التدريب بقى لي سنتين واتشرفت معاك طبعا وكانت مهمة جدا بالنسبة لي حتى في التدريب بالتحليل لانه جزء لا يتجزى من التدريب وروحت حصلت على اليويفا سي من الاتحاد النمساوي وماسك فريق تحت 15 سنة وماشيين بشكل كويس خلصنا الدور الاولاني في المركز الخامس وان شاء الله في شهر اربعة نبدأ الدور التاني حبيب قلبي مروان قبل المنخش الهو أول ما هضرب في البريمير الليج مش هرد عليك لا والله ما أرد بس لو في البونس ليجي هرد عليك في البريمير الليج هشوف بقى هشوف ما هو عيدي يعني نظر ونصيبي طيب جيمي بداية كده بشكل عام والنهاردة رأيك ايه في مستوى اداء النادي الاهلي في كأس العام للانديا الاهلي قدم افضل بطولة افضل بطولة من بطولاته كل النسخ اللي خضع في كأس العالم للانديا على صعيد الاداء بلا شك ما عنديش صحبي وحبيبي وكافي ما عنديش شك لحظة الأهلي كان ممكن حتى وحبنا نتكلمه في رأينا ومروان فجاءت سيرة مطش كده كان الاهلي خسروا بنتيجة كبيرة من باتشوكا فناس جمهور جمهور أهلي جمهور زمالك خش تفرج على فرق الأداء وهو بلعب باتشوكا بطل مكسيك مع كل اللي احترامنا لي يعني هو بلعب ريال مدريد أو بلعب فلمينجو النادي الاهلي هو الأكثر صناعة للفرص في البطولة النادي الاهلي هو أعلى معدل صناعة للفرص في البطولة معدل ليه؟ ما بتقوله أكثر صناعة يقول لك مهلي عب 4 منشاط منهم مباراة قدام فريق في المتناول جدا زي أوكلاند لكن انت بتتكلم على أعلى معدل في البطولة وهنا تقف عند رقمين رقم يخليك لو انت من جمهور نادي الاهلي أو من محب الكرة عموما رقم يخليك تقوم مبسوط جدا ان انت عندك فريق بيقدر يعمل ده ستين تزديدة خلال الأربع مباراة بتتكلم على مباراتين بتعمل فيهم سبع فرص محققة الاسباكت جودز بتاعتك في المباراتين في المباراة الأولى 3.8 ومبارات تانية 3.7 يعني بتتكلم على ان انت رايح تسجل أربع أهداف محققة في ريال مادريد وأربع أهداف محققة في فلمينجو ده الرقم اللي لازم كل جمهور الكورة في مصر وجمهور النادي الاهلي يبقى فخور بشجاعة مارسل كولر وما قدامه فريق النادي الاهلي في هذه النسخة طيب ايه الرقم اللي زعل واستخدم اللوز اللي انت استخدمت ويقهر جمهور النادي الاهلي بقى انه من أربع فرص محققة قدام ريال مادريد لا مع ضربة الجزاء مش محسوبة ما تسجلتش قدام فلمينجو النهاردة سجلت جول فبدل ما تسجلت 8 سجلت جول نسبتك 12-13% نسبة محزنة جدا جدا ولما نيجي بقى تفصيليا نتكلم بقى على هو ليه الاهلي ليه الاهلي ما كانشوف الفاينل على حساب الريال مادريد ليه الاهلي النهاردة ما خدش المركز التالت اه حل تضطردوا حاجات كتير جوه المباراة لكن ليه الاهلي فنيا ما قدرش يعمل ده وايه الحاجات اللي وارد جدا يكون اللعيبة على الصعيد الفردي غلطة فينا حساب السؤال ده طبعا وبقى كده هرجع لجلي تاني ليه الاهلي ما قدرش السنة دي ياخد ميداليا في كاس العامل بص كريم أنا بشوف ان عوامل تحقيق ميداليا ما بتعتمدش بس على كواليتي لا المنظومة ولا كواليتي الفرق المنافسة على قد ما بتعتمد على النقاط معينة في الماتش نفسه مومنتس أوف دا جيم اللي هو لحظات إبداع الفرد قدام الجون لحظات إبداع الحرس المرمى لحظات إبداع نمرة 6 نمرة 8 جيمي قال حاجة مهمة جدا وانا بتفع معاه فيها مثلا لو تفكروا بطولة موسيماني الأولانية بكاس عاملاندي قال يسجل كام جون يا جوابا فاكر كام جون هو جون واحد بس قدام الدحيل واحد صفر بتاع حسين الشحات بعد كده خسارة من بارنيون 50 صفر تعادوا البالميراس صفر صفر قال يكسب البلانتيات تقلق الشناوي برونزيت كاس العالم الناس أشهدت بموسيماني وكلنا أشهدنا بموسيماني والفريق النهاردة الآن مشجل سبع أهداف مسجل تلاتة في أقلل مسجل هدف في السياة مسجل هدف في ريال مدريد مسجل النهاردة هدفين سبع أهداف وما حصلش على مركز فده اللي بيدول لأن انت رغم أن انت كان عندك رغم كل المشاكل لما تفي مع جيمي في النواحة الهجومية وفي النواحة الدفاعية لكن انت سجل سبع أهداف أعلى رقم سجل الألف وأكتر مباراة شارك فيها نادي الألف البطولة أربعة مباراة أول مرة في 11 يوم ضغط صعب جدا لكن كوالتي اللعيبة على الناحية الهجومية للنادي الأهلي لم تسعف الفريق النهاردة نتفرج على ريال مدريد والهلال السعودي أنا بشوف أن الأهلي عامل مواتش قدام ريال مدريد أفضل مواتش للهلال السعودي الريال مدريد احترم النادي الأهلي مش عايز أقول أكتر من الهلال السعودي ولكن مع الهلال السعودي ابتدأ أنشال وطي خرج كل اللعيبة أشرك فييخ أشرك ناتش وأشرك أسانسي وأشرك كل اللعيبة البودلاء لكن قدام قدام الأهلي المواتش 2-1 لحد دي أحاجة وتسعين اه 92 الراجل لو ما حسبش البيانالتي اللي حسبه قد الدنيا ممكن يعني ببيانالتي مواتش صد وشناوي وبعدين هدفين جم من غلطات بقى في آخر المباراة كان ممكن المواتش يروح فعلا لضربات جزاء أو تعادل والله أعلم ممكن يحصل إيه فاللي بقوله يعني اللي في النهاية الراجل عمل كل اللي عليه مارس الكولر عمل كل اللي عليه وعمل نقطة مهمة جدا أنه هو مخافش لعب المواتش المفتوح لأنه هو غير مطالب بشيء أنا فوجة نظر الأهلي أنا ما بطلبش الأهلي بيفوز على ريال مدريد ما بطلبش الأهلي بيخسر أربعة واحد أحسن ميت مرة من مطش الخسر 2-0 قدام بارني ميونيخ المطش الخسره من فلامينجو 4-2 النهاردة أحسن ميت مرة من فوزه على بالميراس برقلات الجزاء لكن كورت القدم بتحتاج أن أنت مش هقول بقى أنصف المحاولات إحنا ما تحولناش يا كريم دلوقتي الأهلي ما بيستغلش أنصف المحاولات لهذه اللوقتي ما بيستغلش الفرصة المحققة وفي الليفل ده لما بتستغلش الفرصة المحققة فلازم يتم معاقبتك ليه بقى دي الأهلي ما وصلش فينال لمنديال للأهلي ما خدش برونزية المنديال حلق بس المدة نص دي يا كريم يعني إنفع عشر ثواني آه يعني نحاول نحاول حب فاصل يعني أقبح سيناريو لكورة القدم النهاردة حصل لنادي الأهلي سيناريو صعب جدا 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 بحالة طرد وانت وبترجع للنتيجة اثنين واحد بتتقدم وانت خسران بعدها يجي لك قبلها يجي لك راكل الجزاء تضيعها وترد عليك راكل الجزاء بعدين يجي لك انفراد من نص الملعب هنتكلم عليه لواحده هنتكلم عليه لواحده طبعا يعني بعدين ترد عليك بهدفين سيناريو صعب قوي منهم راكل الجزاء من اللاشئ بتاعتب حمل هاني دي من اللاشئ حرفيا بغضر نظر عن صحيتها لا لا مش دي قضيتي لكن انا بتكلم عنه من اللاشئ مكانش هجمة محققة ومنعت كان من اللاشئ وفي الاخر سيناريو صعب قوي 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 مر بيه النادي الاهلي النهاردة انا شايف ان كرة القدم ظلمت النادي الاهلي جدا جدا والنهاردة كان سيناريو ظالم زي السيناريو الظالم بتاع ريا المدريد لكن ده لا يمنع ان السيناريو اه ظالم لكن كان بيدك وجزء كبير منه كان بسبب اخطائك وبسبب مشاكل فردية عندك طيب نروح بقى نشوف ليه الاهلي ما قدرش النهاردة تحديدا اقول الاهلي عمل ايه ايجابي الاول نقول ايه الاهلي عمل ايه ايجابي ومارسل كولر عمل ايه النهاردة في المباراة ومارسل كولر كان مزاكر تاني زي ما قلت لك كان مزاكر ريا المدريد كويس قوي كان مزاكر فلامينجو النهاردة كويس قوي وانه عارف ان فلامينجو عنده مشاكل فيهم بالظبط وفتري يعمل ده. لو بطري نعمل الحالات بتاع الكرات العرضية. وليه مارسي الكولر استهد في النهار ده لأول مرة سيستم جديد من الكرات العرضية. الكرات العرضية العميقة. ما بيستخدمش البلونات ما بيروحش للإندلاين. وبطري يعمل الكروس. لأ. كان بيعمل إر الكروس من بدري شوية. سواء بخلات عبد الفتاح. أو بعالي معلول. وكان غالبيتهم طبعا لعالي معلول. سواء من كرات سابتة أو أوبن بلاي كرات مفتوحة. وكان قادر النادي الأهلي إزاي إنه يعملها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تم التسجيل. لأهلت الحالة إنقل على رقم اثنين على طول. إنقل على الحالة رقم اثنين بتاعت الكرات العرضية. فنمرين نتكلم يا كريم على إنه النادي الأهلي عملها مرة واثنين وثلاثة واربعة. ده بيقولك إنه كان فيه نمط الرجل مركز على العمق. واحدة راحت لحد ما الحالات تجهز معنا. واحدة راحت على رأس حمدي فتحي جوه الستة بلا رقابة وراحت فوق العرضة. اللي بعديها سقطها علي معلول في الجول. اللي بعديها اتحطت بالعرض لمحمد شريف ورحطتها بس قبلها من تحتك العادة يعني حطها فوق العرضة. لكن برضو كان كروس عميد كان بعد الهدف على طول. وأخيرا كانت كرة الهدف بتاعت حمال عبدالقاد. ده كان نمط الرجل عمله النهاردة بمنتهى البراعة. وفي كل المرات أيوة أيوة كم. دي دي آآ 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 آ قابلها ببطن رجل وراحت فوق العرضة. ده كان النمط. النمط التاني الرجل لما لقى بقى انه خلاص استنفس ده وعمل الشكل ده ابتدأ ينوع ويعمل شكل تاني. نمشي بس ماشي الحالات ماشي الفريمز أسرع شوية. دي الكرة بتاعت حمدي بصها بصها كريم كرة جوة الستة بدون رقابة لأنها تحطت في مكان حمدي عارف انها راح فيه. حمدي عارف انها معلولة يحطونه الكرة في الحتة ريكة. وتطور وجود حمدي أسفل وقتها كلامك يا جيمي تطور وجود حمدي أصلا في المركز ده تطور الراجل يعني الراجل خد حمدي فتحي من لعيب بيلعب سنتر باك تالت ووصلوا لنهو يلعب في المنطقة دي. فروت تاني وده وده حصلة في المبرات اللي فاتت كلها. نتفضل. كمل بقى إلعب ماشي ماشي الفريمز أسرع كلها بتاع الحالات لأنها كلها حالات كرات عرضية. بعدها يا كريم ابتدى الراجل بعد ما خلاص استنفذ بقى وخلاص ابتدأت لعيبة فلامينجو تقف كويس قوي على جول 18 وتحاول انها تقفل ابتدى الراجل يشتغل على فكرة تانية. راح عامل راح عامل استريتشنج الملعب طار محمد طار ناحية اليمين وحمد عبدالقادر ناحية الشمال وخلق شانل لبيرسي تاو عمل بها الاختراك ده أربع مرات خلال المباراة انه بيختارك في المسافة. اللي ما بين الباكرايت والرايت سنتر باك بتاع فلامينجو عمل الاختراك ده أربع مرات كم منهم الكرة اللي في الشوط الأولاني اللي صلاحت العلي معلول والكرة اللي في الشوط التانية الانفراد اللي هنتكلم برضو عن الانفرادات والفراص المحققة في ماتشو فلامينجو بعدين. الأهلي دخل فاطل انتقادر شتوية بهدف انه يشتري مهاجم. ما حصلتش توفير. اللي بدرها ما وفقتش انه يشتري مهاجم بداع على طلب لي مارسي الكورة. حسيت مارسي الكورة في المباراة المضايا والمباراة الحالية وكل المباراة انه بيحاول يزود من عدد فرص النادي الاهلي عشان يضمن انه يبقى فيه هدف. يعني لو كنت بعمل عشر فرص عامل عشرين فرصة عشان يسجل هدف او هدفين محتاج امور صعبة. في مباراة زي مباراة ريان مديد او فلامينجو رغم ان الاهلي وصل بفرص كتير بس ده مش المعدل بتاع الدوري اللي بيسجل منه الاهلي هدف او اتنين. الاهلي خدع على انه يبقى عنده معدل كبير جدا عشان يسجل اهدافه. المشكلة دي حلها ازاي مارسي الكورة؟ في الفترة دي طبعا مش هادر اقول اللي هو الاهلي محتاج مهاجم لجن. خلاص فترة انتقالات انتهت انا محتاج النادي الاهلي اللي هو يشتغل مع المهاجمين الحاليين على ازاي الكونفرشن ريت او معدل احراز الاهداف وتسجيل الفرصية على شوية. ازاي؟ يبقى فيه تدريبات تخصصية في الملعب يبقى فيه تطوير لعملية مثلا التيك اوف بتاع محمد شريف في الكورات العرضية يبقى فيه استخدام لكهربا في الفترة الجاية كمهاجم استخدام لبيرسي تو كمهاجم فيه اكتر من حل انه هو الراجل يبدأ يشتغل عليه حل تاني مميز برضو النهاردة شفته والاول مرة شفه بصراحة من فترة طويلة هو عبدالقادر عبدالقادر انا واحد من الناس دايما كنت بلوم عليه انه هو امهر لعب جناح في نادي الاهلي ومن ام فحال على المرمى النهاردة الراجل فحال على المرمى بنسبة تقريبا مية في المية ويمكن الكورة الاولانية اول مرة شفه عبدالقادر بيلعب براسه بيوصل لمنطقة دي وفي ده يترجع للمدرب فتخليني عندي قناعة وتفاؤل ان زي ما الراجل ده طور احمد عبدالقادر على ناحية الهجومية يقدر يطور لعيبة تانية حاجة عندي مش كما عبدالقادر حكيالك يعني عبدالقادر النهاردة بسجل هدفين منهم هدف رائع جدا الجول التاني رائع جدا بس كان له اخطاء كان له اخطاء كثيرة في المراوغات وفي القرارات اللي هي المعتادة يعني لو ما سجلتش عبدالقادر وما كانش موفق في الهدفين انت كنتش هتفتكر في النواطة الله كنت تفتكر اخطاء وانه كان منهم واحدة عامة هجمة مرتدة عندي ايه كان ممكن تبقى بهدف في بداية المباراة دي مشكلة عبدالقادر اللي انا واحد من الناس كنت بكلم عليها قبل كده في الموسم السابق ان عبدالقادر من كتر ما هو لعيب مهاري ما بيعرفش امتى يطلع الكرة من رجل او ما يعرفش امتى يوقف العملية المهارية الديسيجن بيكينج او اتخاذ القرار امتى هرقص هرقص فين هرقص ايه كل ده هباصي دي والحشود دي كل ده ما هو بيش خلافة عند شنين ان هو لعب موهوب ومهاري جدا هو امهر امهر واكثر جناح في النادي الاهلي عنده حلول ولكن اقلهم فاعلية بغض نظر عن هدفين النهاردة عشان كده بقولك النهاردة هو كان مميز في الفاعلية على المرمى لكن لسه عنده مشاكل في انهاء الفرص لكن في الاخر الراجل برضو محتار ما هو هو الكوني عنده زي ان بيقوله البروفايل مختلف انا عندي اللعيب السريع اللي بيقدر يروح على الجون وفي نفس الوقت بيعمل ارتداد دفاعي اللي هو طهر محمد طهر لكن ما عندهش الحلول الفردية عندي حسين الشحات اللعيب الوينجر الخط اللي هو بيلعب عن ناحية اليمين ما عنديش البروفايل المكتمل للجناح فعلا النادي الاهلي زي ما قلت لك في فكرة المواجب ان هو يستخدم بيرسي تو انا اعتقد ان بيرسي تو وكهربا وان كان كهربا برضو كنت اتكلم لسه مع جميع قبل الهو ان في ماتش ريال مدريد ضيع فرصة محققة وكلهم بيضيعوا على فكرة لكن في واحد مثلا من عشر فرص حيجيب واحدة في واحد من عشر فرص موكي يجيبها اربعة خمسة فالتبا فورد تشتغل مع الممكن من عشر فرص يجيبها اربعة خمسة اللي هو بيرسي تو وده واضحت في ماتش اوكلند ان قد ايه شفت يا جيمي ازاي هو حط الكرة في الجون في ماتش اوكلند هادي عارف يحط الكرة ازاي اللي بتتشط بيشطها اللي بتحط باليمين بيحطها باليمين اللي بتحط بالشمال بيحطها بالشمال اللي محتاجها تشيب بيتحط تشيب النهاردة الشريف بكل امانة ومش النهاردة بس يعني ماتش اوكتلند الكرة اللي جابها جون حطها سائي جدا يقول أن الحارث فلتت من ايده وكانتش جابة جون النهاردة يعني كرة قتلت الماتش تلاتة واحد النادي الاهلي كان بيحتفل زمانه بالبرونزي دلوقتي قدر له ما شاء فعل ولكن المفروض تتعلم من الموقف الزي ده انت رايح على الجون في موقف مش هيتكرر تاني وانت مطرود منه خلد عبد الفتاح اتنين واحد خلص المرش تاته واحد ده قيمة مهاجم النادي الاهلي انا عايز تكريني على اللقطة دي لقطة شكورية محمد شير لا لا انا عايزهم بس يجاهزوا في مجموعة فيها ستة فرص للنادي الاهلي في المباراتين في سورتين وارا بعض يعني يلا هتنال القطات دي يا جماعة على طول بص يا كريم احنا بنتكلم عن النادي الاهلي وبنتكلم عن النادي الاهلي كان بيلعب هيت توهيد مع ريا المدريد والنادي الاهلي كان بيلعب هيت توهيد مع فلامينجو عشان توصل تلعب في المستوى ده ودهها فرص بشكل ده مسألنيش عن اي حاجة تاني مسألنيش عن إمكانية للوصول إلى اي مكان أبعد من اللي انت فيه عايز توصل للمكان ده عايز تلعب في الليفل ده ما ينفعش بقى دي حالتك بمنتهى البساطة والوضوح من غير ما حد يزعل بمنتهى البساطة ان انت بص يا كريم دي واحدة بتاعت محمد مجد أفشا دي واحدة بتاعت محمد شريف دي بتاعت محمود كهربا ناس كتير ما خدتش بالها منك في ديها 93 بعد استقبال النادي الاهلي للهدف التالت تلاتة واحد دي لقطة استقبلها كهربا فينا بص يا كريم لتحت في أسفل الشاشة على اليمين دي بتكلم على لقطة الراجل مستلمة تقريبا جوه الستة لواحده بخطأ من مدافع ريال مدريد شبق خطأ ديانج بتاع النهاردة بتاع الهدف الرابع اللي لفلامينجو نفس القصة هاتلي بقى بتاعت النهاردة بتاعت فلامينجو السورة اللي بعديها لطول بص يا كريم لما يجي لك ركل الجزاء وتتحط بشكل الآن هنا لا بنتقد عليه معلول ولا بتكلم على ركل الجزاء كل اللي عبت العالم بتدعي مديرت شمراء ده ده على المطش اللي فات لكن لما يجي لك ركل الجزاء وجي لك كرة زي بتاعتها ودي اللي تحت في أسفل الشاشة على اليمين وجياله على شماله ولعيب أعصر وتيجي كرة زي بتاعت محمد شريف دي فوق شكرا لحطيتها فوق أكبر أكبر صورة لأن الصورة دي كانت صورة قتل المباراة أبى محمد شريف بمنتهى البساطة برضو من غير ما يزعل محمد شريف أبى في المباراتين لأنه هو العامل المشترك في المباراتين أبى في المباراتين لأنه يسعى الجمهور النادي الأهلي بمنتهى البساطة لما أنا يجي لفرصة بالشكل ده هاتلي فيه صورة بعدها بقى نفس الكرة دي ومحمد شريف والصورة اللي فوقها بتاعت ماريجا في مباراة الهلال الصورة اللي بعد دي على طول مفيش أي اختلاف بل بتاعة محمد شريف أسهل الرجل رايح من العمق رايح لوحده عنده ستين اختيار مسافة بينه وبين الحارس أكتر من 13-14 متر عنده اوبشن يحط لوب عنده اوبشن يحطها عنده اوبشن يروح ويرقص الحارس عنده اوبشن يحطها بشماله عنده اوبشن يحطها بيمينه عنده اوبشن يحطها في الجنو زي ما تيجي عنده اوبشن يديها البيرس تاوي أصلا يعني أنه لو متوتر قوي ومش هادر تجيبها يديها البيرس تاوي خلاص مياه أي قرار كان هياخده محمد شريف إلا ده رجل ده حط الكرة اللي هي فيها القوة ولا هي فيها الدقة ولا هي فيها أي حاجة عشان أحط الكرة دي أنا بالنسبة لي لأ محمد شريف محتاج بعد المنظر ده محتاج يرجع نفسه جدا مارسي الكولر محتاج يرجع نفسه فيما يخص محمد شريف لحد ما يستعيد ثقته بنفسه قبل ما يستعيد حسدته هادفية ثقته بنفسه لأنه دي أزمة ثقة كبيرة جدا جدا وعملية الأزمة ثقة كبيرة هو فنية وأزمة مع الجمهور بالمناسبة لأنه تاني لما طموحات جمهور النادي الأهلي تصل أنه أنا خسرت من ريال مدريد وأنا كنت أفضل الشروط التاني أنا خسرت من فلمينجو النهاردة وأنا لا أستحق الخسارة ليه؟ بسبب الفرص اللي احنا شفناها اللي لو تعدي تمتمر لو مدافعين اللي رايحين يحطوا القراط دي كانوا يسجلوا منها خليه أقول لك يا كريم أنه النادي الأهلي الناس بتلقوم على النادي الأهلي اللي استقبل تمن أهداف في المباراتين أمام فلمينجو وأمام ريال مدريد خليه أقول لك أنه المنظوم بتاعت النادي الأهلي حتى في الدفاع كانت جيدة كان عندهم أخطاء لكن معظم الأخطاء كانت فردية ركلتين جزاء أربع أخطاء أربع أخطاء من أخطاء فردية مباشرة كورتين كورتين من اللعب المفتوح لها أخطاء سيستم أمرون كورتين من تمانية استقبلت كورتين أمام ريال مدريد وفلمينجو فإنت لما تكلم عن المنظومة حتى دفاعية لأن المنظومة لاحب نتكلم استقبلت منظومة هجومية وشكلها حلو لكن عندها أخطاء دفاعية فعلى الصعيد الفردي كانت كلها أخطاء دفاعية فأرجع أقول تاني النادي الأهلي وصل إلى لفل رفع جدا من سقف طموحات جماهيره جدا ورفع من سقف طموحاته جماهير الكورة المصرية عموما يا كريم مش بس جماهير النادي الأهلي لما نوصل للليفل ده وتاني الناس اللي عايزة فرج على كورة بغض نظرة أهلالو زمالكاوي رجع تاني شريط ماتش ريال مدريد وماتش فلمينجو لأ هتلاقي فيه فريق مصري بيلبز أحمر بيقدم كورة حلوة قوي قوي لكن اللي يحزن هي الأخطاء الفردية اللي كانت موجودة ومعدلات تهديف اللي تكلم عليها ماروان طبعا طيب مرس الكولر أنا قلت في بداية الحلقة النهاردة أنه الأهلي كسبان مدرب كبير جدا هل أنت مع الرأي دوت مع عدد كبير من المباريات اللاعبها مع النادي الأهلي سواء في الدوري في الكاس في السوبر في أفريقيا في المونديال شايف أن الأهلي كسبان مرس الكولر طبعا الأهلي كسب مرس الكولر وكسب فكرة عدم المقارنة ما بينه وما بين موسيماني أعتقد دلوقتي ما بيتش تسمع أصل موسيماني أصل الكولر الراجل أول ما جاي كسب الزمالك كاس السوبر ماشي بشكل جيد جدا في الدوري ما خسرش ولا ماتش كسبان الزمالك حتى في مباراة الدوري 3-0 كاس العام الأندية وصل للمربع الزهبي وخسر في المركز 3-4 بشكل زي ما شفنا النهاردة أعتقد أن الراجل حط يعني بصمة واضحة جدا على أدايا النادي الأهلي رقميا وكمان فنيا لأن أنت النهاردة بتشوف تطور لعيبة على أداء الفردي تطور في جلب الصفقات يعني الصفقات دلوقتي اللي بتيجي النادي الأهلي بتلعب على طول يا كريم يعني النهاردة خالد عبدالفتاح بيلعب على طول زي ملاعب موتش الزمالك على طول مرؤون عطيه بيلعب على طول أعتقد لما يرجع للدوري كريستو هيبقى لي دور مهم واساسي مع النادي الأهلي ده بالنسبة للصفقات كندوسي كمان أعتقد هيخش بشكل أعتقد هيخش بشكل كبير على المستوى الفردي بقى شفت محمد هاني رجع على مستوى محمد هاني المعهود محمد عبد المنعم رجع قريبا جدا لمستوى محمد عبد المنعم معا كيراش في منتخب مصر بتشوف حسين الشحات رجع على مستوى حسين الشحات عبدالقادر تطور في الناحية الهجومية في الشانلز بشكل مميز وكمان حمدي فتحي أنا بالنسبة لي حمدي فتحي هو بصمة كولر واضحة جدا عليه إنه ورانا حمدي فتحي ده مش لعب نمرة 6 فقط قطع للقراط حمدي فتحي ده في ماتش الأهلي والزمالك كان مهاجم تاني ساكنت سترايكر كان في بعض المباراة بيبقى أعلى واحد ماتش أوكلاند وماتش السياتة لجيمي كان أعلى واحد أعلى حتى من بيرسي تاو أعلى من محمد شريف في عملية الضغط العالي فأعتقد أن مارسل كولر يعني كل ثقات جميل النادي الأهلي والإدارة فيه وأعتقد أن اللي جاي كويس جدا والبدأة حتكون في بطولة أفراقيا أنا أسمع رائعا مارسل كولر مارسل كولر القبطان الجريء إحنا قلنا عليه هنا القبطان لأنه بيقود سفينة النادي الأهلي بعد أن كانت فترة صعبة جدا مرت على النادي الأهلي لكنه لم أكن أتخيل أنه بهذه الشجاعة اختتمها النهاردة الرجل بيعمل الروتيشن بخمس لعيبة وقالت لك يا كريم هنا في نفس المكان من ثلاث شهور أول من رجل جاه قالت لك الرجل ده بيعمل قياسات قبل كل مطش اللعيب اللي عنده شك عشر فم لا يلعبش أيا كان اسمه من الرجل النهاردة رايح بيلعب في لامينجو فارق أكتر من أربع أضعاف فارق أكتر من أربع أضعاف قيمة تسوقية لعبية بتلعب منتخب برازيل في كاس العالم لعيبها بأعراس كيتيا واحد من نجوم الأرجوية حاطة جنيل في كاس العالم اللي فات بتتكلم على أرتيرو فيدال بتتكلم على الأسماء في الملعب صعبة جداً غير لعيب الرجل منطل البساطة بيغير ستة لعيبة عن تشكيلة ريال مدريد لأنه عارف أن اللعيب القاساتة البدنية قبل المطش قالت مفيش فالرجل أنا ما شفتش منهم اتنين أصلاً ما لعبوش بطوت أفريقيا قبل كده مش كاس عاملاً مليون في المية والأتنين ظهروا بمستوى ممتاز وخلينا أقول لك وهرجع لك تاني لكلر خلينا أقول لك لأنك كلمت على القندوسي أحمد القندوسي من لعيبة اللي قبل ما ينزل الملعب هو في التمرين تمرد بيتمرد مع الفرقة هناك قبل ما ينزل الرجل مقتنع بيه جداً 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 هشوف الناس دايماً كان بتستنى اللعيب اللي بيجي صفقة جديدة مرون قبل مرس الكولر بيقعد في التلاجة شوية وبعدين يقعد بفترة وبعدين أصله الانسجام أصله هيلعب أنت هتشوف القندوسي قريب جداً قريب جداً مع النادي الأهلي قريب جداً جداً مع النادي الأهلي الرجل طبعاً تم تسجيله أفريقين الرجل مقتنع جداً به وشارق إمكانياته جداً وهتشوف القندوسي واحد من العناصر اللي هتاخد فرصة كبيرة لأن مع الرجل ده ما تقولش أساسي وبديل هو عنده اللعبة كلها بتلعب يعني أرجع لك تاني المرسل كل المرسل كل يا را كريم لا جرأك وصلك لمرحلة أن جمهورك زعلان أن أنت ما كسبتش ريال مدريد جمهورك زعلان أن أنت ما كسبتش فلمينجو ما زعلان علشان أنا فرقة كبيرة وبحب فرقتي لا خالص زعلان لأنه ما قدمته من مرضوط شغاع خاصة في مباراة اليوم بالمناسبة النهاردة بحل الطرد يا مرون بستة تغييرات في التشكيك بلعبة نزلت الشوط التاني هم عارف أن هم مش قادرين أن أنا بلعب أربع مباراة في 11 يوم النادي الأهل ما كان بلعب كل 3 يام مباراة مباراة في الدوري في الدوري معدل تنفسي قلب كتير النادي الأهل كان بشتكي وكان معدلات إصابات معدلات إرهاق ومرضود قليل وتخسر نتائج النهاردة بتلعب قدام رائل مدريد وفلمينجو وناس ناسية خالص أن أنت بتلعب أربع مباراة في 11 يوم مارسي الكولر هو أفضل صفقة عملها النادي الأهلي في كل مواسمه السابق النادي الأهلي عمل صفقة نكحة جداً بوجود بيت موسيماني قبل كده طبعا لكن دلوقتي ده أفضل صفقة عملها النادي الأهلي ومع الوقت مع الوقت كل كلمة بنقولها على مارسي الكولر مش بتقال إنها حقيقة مش حقيقة مش دي القضية القضية إنه كل كلمة هو بيثبت إنه بيستحق أكبر من اللي إحنا بنقوله بكتير يعني أفضل من صفقة موسيماني؟ آه لا يعني موسيماني صفقة كبيرة كولر ما عادش نفس الفترة بعد موسيمين بعد موسيمين ما يقدمه من مرضود فني في الملعب وشغل أنا بيشوفه بعيني لأن تعرف تمرات الأهلي معظمها مقفول أفضل من أي مدرب جيمسيك النادي الأهلي في العشر سنين الأخير قولاً واحداً لو أنت عايز الرأي ده قولاً واحداً أفضل مدير فني بيعمل حصة تدريبية جوه النادي الأهلي وبيشتغل فردي سواء فني أو ذهني أو نفسي مع اللاعبين كل العيب في الفرقة كان فيه ريبرت معمول عشان ما طولش في قصة كولر على مارسل كولر قبل ما ييجي الناس قالك ده تفخيم فترة توليه قيادة المنتخب النمساوي يتعامل عليه ريبرت بيدرسه حالة كولر في تعامله مع الجيل ده من الكرة النمساوية والرجل كان ليه جملة شهيرة جداً جداً قالك إيه في البحث قالك أنه يتعامل مع كل لاعب داخل الفريق كأنه الفريق كله كل لاعب على حي ده وكل لاعب عنده هو أهم لاعب في الفريق ويتعامل معه فنياً ونفسياً عشان كده بتلاقي كل لاعب للنادي الأهلي اللعب اللي بيععد والعب اللي بينزل والعب اللي بعيد وإحسن الشاحات اللي كان هيمشي ومحمود منتوالي اللي كان هيمشي وكريم فؤاد اللي كان هيمشي مع عندهش لاعب برة وجوه مارسل كولر كريم هو أنجح مدير فني على صعيد التدريب في النادي الأهلي لكن عشان أقولك هو أنجح من موسماني ولا لا أهو أفضل من موسيماني ولا لأ؟ على صعيد النتائج لما يعد سنتين أنا أتمنى أن يكون أنجح موسيماني وأعتقد أن يكون أنجح موسيماني مروان لو قلت لك اختار لي أفضل ثلاث لعيبة في الآلف البطوعة دي تختار مين بالترتيب؟ محمد عبد المنعم أعتقد حمدي فاتحي الثالث أعتقد روح لحسين الشحات ومحمد هاني طبعا كده بقى أربعة؟ محمد هاني وحسين الشحات اللي اتنين كنوا عاملين لا أنا عايز ثلاث عيدتاني يبقى محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمدي فاتحي ماشي جيم أتفق في اثنين وأختلف على واحد حمدي ما كان عشان كرايا حلمتش اللي قبله بس ما مرضود وخد أه خد عشرين دقيقة في المباراة نهاردة أقدم مباراة برضو جيدة لكن أنا بالنسبة لي متفق جدا لعمل بطولة ممتازة لكنه بالنسبة لي رقم أربعة رقم واحد بالنسبة لي محمد عبد المنعم رقم اثنين محمد هاني رقم ثلاثة حسين الشحات حيلا قريبا مرهان شرفت ونورتك شكرا جزيلا جيمي شرفت ونورتك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على البخير ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه